اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تخرج من فرنسا وحصل على دكتوراه وعاش مع الهد واصبح ينكروا كل شيء قال لي ساخرا انتم تقولون ان الله موجود وعودة براهينكم هو قانون سببية الذي ينص على ان لكل صنعة صانعة ولكل خلق خالقة ولكل وجود موجدة النسيج يدل على النساج والرسم يدل على غسام والنقش يدل على النقاش والكون بهذا المنطق ابلغ جليل على الاله القدير الذي خلقه صدقنا واملنا بهذا الخالق الا يحق لنا بنفس المنطق ان نسأل ومن خلق الخالق من خلق الله الذي تحدثوننا عنه ان تقودنا نفس السبلالاتكم الى هذا وتبعا لنفس قانون سببية نرأيكم في هذا المطق دام فضلكم ونحن نقول له سؤال كفاسد ولا مطق ولا حاجة فانت تسلم بان الله خالق ثم تقول من خلقه فتجعل منه خالقا ومخلوقا في نفس الجملة وهذا تنقل والوجه الاخر من فساب السؤال انك تتصور قضوع الخالق لقوانين مخلوقاته فالسببية قانوننا نحن ابناء الزمان والمكان والله الذي خلق الزمان والمكان هو بالضرورة فوق الزمان والمكان ولا يصح لنا ان نتصوره مقيدا بالزمان والمكان ولا بقوانين الزمان والمكان والله هو الذي خلق قانون السببية فلا يجوز ان نتصوره خابعا لقانون السببية الذي خلقه وأنت بهذه السفسطة أشبه بالعرائس التي تتحرك بزنبلك وتتصور أن الإنسان الذي صنعها لا بد هو الآخر يتحرك بزنبلك فإذا كلنا لها بل هو يتحرك من تلقاء نفسه قالت مستحيل أن يتحرك شيء من تلقاء نفسه إني أرى في عالمي كل شيء يتحرك بزنبلك وأنت بالمثل لا تتصور أن الله موجود بذاته بدون مجد لمجرد أنك ترى كل شيء حولك في حاجة إلى مجد وأنت كمن يظن أن الله محكاج إلى براشوت لينزل على البشر وإلى أتضييس سريع ليصل إلى أنبيائه سبحانه وتعالى عن هذه الأوصاف علوا كبيرة وعمنويل كامت الفيلسوف الألماني في كتابه نقد العقل الخالص أدرك أن العقل لا يستطيع أن يحيط بالحقائص لا محدودة وأنه مهيئ بطبيعته لإدراك الجزئيات فقط بينما هو قاصر عن إدراك الوجود الكلي مثل الوجود الإلهي وإنما عرفنا الله بالضمير وليس بالعقل شوقنا إلى العدل كان دليل على وجود العادل كما أن ضماءنا إلى الماء هو دليلنا على وجود الماء أما أرسك فقد استطرد في تسلسل الأسباب قائلا إن الكرسي من الخشب والخشب من الشجرة والشجرة من البذرة والبذرة من الزارع واضطر إلى القوم بأن هذا الاسقراض المتسلسل في الزمن اللانهائي لا بد أن ينتهي بنا في البدء الأول إلى سبب في غير حاجة إلى سبب سبب أول أو محرك أول في غير حاجة إلى من يحركه خالق في غير حاجة إلى خالق وهو نفس ما نقوله عن الله أما ابن عربي فكان رده على هذا السؤال بأنه سؤال لا يرجو إلا على عقل فاسد فالله هو الذي يبرهن على الوجود ولا يصح أن نتخذ من الوجود برهانا على الله تماما كما نقول إن النور يبرهن على النهار ونحكس الآية لو قلنا إن النهار يبرهن على النور يقول الله في حديث قدسي أنا يستدل بي أنا لا يستدل علي فالله هو الدليل الذي لا يحتاج إلى دليل لأن الله هو الحق الواضح بذاته وهو الحجة على كل شيء الله ظاهر في النظام والدقة والجمال والإحكام في ورقة الشجر في ريشة الطاوس في جناح الفراش في أثر الورد في صدح البلبل في ترابط النجوم والكواكب في هذا القصيد السينفوني الذي اسمه الكون لو قلنا إن كل هذا جاء صدفة لكنا كمن يتصور أن إلقاء حروف مطبعة في الهواء يمكن أن يؤدي إلى تجمعها تلقائيا على شكل قصيدة شعر إشكسدير بدون شاعر وبدون مؤلم والقرآن يغنينا عن هذه المجادلات بكلمات قليلة وبلغة فيقول بوضوح قاطع ودون تفلسف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويسألنا صاحبنا ساخرا ولماذا تقولون إن ضاها واحد لماذا لا يكون الآلهة متعددي يتوزعون بينهم الاختصاصات وسوف نرب عليه بالمنطق الذي يعترف به بالعلم وليس بالقرآن سوف نقول له إن الخالق واحد لأن الكون كله مبني على خامة واحدة وبخطة واحدة فمن الآيدروجين تألفت العناصر الاثنان والتسعون التي في جدوى الماندليز إنس الطريقة بالإدماج وإطلاق الطاقة الزرية التي تتأجج بها النجوم وتشتعل الشموس في فضاء الكون كما أن الحياة كلها بنيت من مركبات كربوان جميع صلوط الحياة تتفحم بالاهتراق على مقتبا خطة تشريحية واحدة تشريح البزدعة والأرنب والحمامة والتنساح والزرافة والفوت يكشف عن خطة تشريحية واحدة نفس الشرايين والأوردة وغرفات القلب ونفس العظام كل عظمة لها نذيرتها الجناح في الحمامة هو الزراع في البزدعة نفس العظام مع تحور طفيف والعنق في الزرافة على طوله نجد فيه نفس الفقرات السبعة التي نجدها في عنق القنفر والجهاز العصبي هو هو في الجميع يتألف من مخ وحذل شوكي وأعصاب حسن وأعصاب حركة والجهاز الهضمي من معدة واثنى عشر وأمعاء دقيقة وأمعاء غليظة والجهاز التنسلي نفس المبيض والرحم والخصية وأنواتها والجهاز الضوني الكلية والحالب وهو يصلة الضون ثم الوحدة التشريفية في الجميع هي الخلية وهي في النبات كما في الحيوان كما في الإنسان نفس المواصفة تتنبس وتتكاثر وتموت وتولد بنفس الطريقة فأي غرابة بعد هذا أن نقول إن الخالق واحد ولماذا يتعدد الكامل وهل به نقص ليحتاج إلى من يكمله إنما يتعدد الناقصون ولو تعدد الآلهة لا اختلفوا ولا ذهب كل إله بما خلق ولا فسدت الأرض والله له الكبرياء والجبروت وهذه الصفات لا تحتمل الشركة ويسخر صاحبنا من معنى الرجوبية كما نفر ويقول أليس عجيبا ذلك الربط الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة فيأخذ بناصية الدادة ويوحي إلى النح أن تتخذ من الجبال بيوتا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تخرج من ثمرات من أثمامها إلا أحفاها عددا وما تحمل من أنتا ولا تضع إلا بعلم إذا أثرت قدم في صفرة فهو الذي أحفرها وإذا سقطت بابة في طعام فهو الذي أسقطها وإذا تعطلت الحرارة في تليفون فهو الذي عطلها وإذا امتنع المطر فهو الذي منعه وإذا عطل فهو الذي أحطله ألا تشغلون إلهكم بالكثير الكافي من الأمور بهذا الفحر ولا أفهم أيكون رب في نظر الشائل أجدر بالربوبية لو أنه أعفى نفسه من هذه المسؤوليات وأخذ إجازة وأدار ظهره للكون الذي خلقه وتركه يأكل بعضه بعضا هل الرب الجدير في نظره هو رب عاطل مغمى عليه لا يسمع ولا يرى ولا يستجيب ولا يأتمي بمخلوقاته ثم من أين للسائل بالعلم بأن موضوعا ما تافه لا يستحق تدخل الإله وموضوعا آخر مهم وخطير الشكل إن جبازك التي تبدو تافهة في نظر السائل فلا يهم في نظره أن تسقط في الطعام أو لا تسقط هذه الزبابة يمكن أن تغير التاريخ بسقوطها التافه ذلك فإنها يمكن أن تنقل الكليرا إلى جيش وتكسب معركة بطرف آخر تتغير بعدها موازين التاريخ كله ألم تقتل الإسكندر الأكبر بعوضا إن أدفع المقدمات ممكن أن تؤدي إلى أخطر النتائج وأخطر المقدمات ممكن أن تنتهي إلى لا شيء وعالم الغيب وحده هو الذي يعلم قيمة كل شيء وأن تصور السائل نفسه وصيا على الله يحدد له اختصاصاته تقدس وتنزه ربنا عن هذا التصور السادج إنما الإله الجدير بالألوهية هنا هو الإله الذي أحاط بكل شيء علم لا يعذب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء الأله السميع المجيز المعتني بمخلوقاته إذا كان الله قدر علي أفعالي فلماذا يحاسبني؟ قال صديقي في شماته وقد تصور أنه أنسكني من عنقي وأنه لا مهرب لي هذه المرة أنتم تقولون إن الله يجري كل شيء في مملكته بقطاء وقدر وأن الله قدر علينا أفعالنا فإذا كان هذا هو حالي وأن أفعالي كلها مقدرة عنده فلماذا يحاسبني عليها؟ لا تقول لك عادتك أنا مخير فليس هناك فرية أكبر من هذه الفرية ودعني أسألك هل خيرت في مولادي وجنسي وطولي وعرضي ولوني ووطني؟ هل باختياري تشرق الشمس ويغرب القمر؟ هل باختياري ينزل علي القضاء ويفاجئني الموت واقع في المأساة فلا أجد مخرجا إلا الجريمة؟ لماذا يكرهني الله على فعله ثم يؤاخذني عليه؟ وإذا قلت إنك حر وإن لك مشيئة إلى جوار مشيئة الله ألا تشرك بهذا الكلام وتقع في تعدد المشيئات؟ ثم ما قولك في حكم البيئة والظروب وفي الحكميات التي يقول بها الماديون التاريخيون أطلق صاحبي هذه الرصاصات ثم راح يتنفس السعداء في راحة وقد تصور أني توفيت وانتهيت ولن يبقى أمامه إلا استحضار الكفن قلت له في هدوء أنت واقع في عدة مغالقات فأفعالك معلومة عند الله في كتابه ولكنها ليست مقدورة عليك بالإكرار إنها مقدرة في علمه فقط كما تقدر أنت بعلمك أن ابنك سوف يزني ثم يحدث أن يزني بيته فهل أكرهته؟ أم كان هذا تقديرا في العلم؟ وقد أصاب علمك أما كلامك عن الحرية بأنها سرية وتديلك على ذلك بأنك لن تخير في ميلادك ولا في جنسك ولا في طولك ولا في لونك ولا في موطنك وأنك لا تنبك نقل الشمس من مكانها فهو تخليق آخر وسبب التخليق هذه المرة أنك تتصور الحرية بطريقة غير تلك التي نتصورها نحن المؤمنون أنت تتكلم عن حرية مطلقة فتقول أكنت أستطيع أن أخلق نفسي أبيض أو أسود أو طويلا أو قصيرا هل بإمكاني أن أنقل الشمس من مكانها أو أوقفها من مدارها؟ أين حريتي؟ ونحن نقول له أن تتسأل عن حرية مطلقة حرية التصرف في الكون وهذه ملك لله وحده نحن أيضا ما نقول بهذه الحرية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ليس لأحد الخيرة في مسألة الخلق لأن الله هو الذي يخلق ما يشاء ويختار ولن يحسبك الله على تصرك ولن يعاتبك على طولك ولن يعاتبك لأنك لن توقف الشمس في مدارها ولكن مجال المساءلة هو مجال التكليل وأنت في هذا المجال حر وهذه هي الحجود التي نتكلم فيها أن تحر في أن تقنع شهوتك وتلجم غضبك وتقاوم نفسك وتزدر نياتك الشريرة وتشجع ميولك الخيرة أنت تستطيع أن تجود بمالك ونفسك أنت تستطيع أن تصدق أو تكذب وتستطيع أن تكف يدك عن المال الحرام وتستطيع أن تكف بصرك عن أوراق الآخرين وتستطيع أن تمسك لسانك عن الصداد والغيبة والمنينة في هذا المجال نحن أحرار وفي هذا المجال محاسب ونسأل الحرية التي يدور حولها البحث هي الحرية النسبية وليست الحرية المطلقة حرية الإنسان في مجال التكليف وهذه الحرية حقيقة ودليلنا عليها هو شعورنا الفطري بها في داخلنا فنحن نشعر بالمسؤولية وبالندم على الخطأ وبالراحة للعمل الطيب ونحن نشعر في كل لحظة أننا نختار ونوازن بين احتمالات متعددة بل إن وعيفة عقلنا الأولى هي الترجيح والاختيار بين البديلات ونحن نفرق بشكل واضح وحاسم بين يدنا ترتعش بالحمى ويدنا وهي تكتب خطابا فنقول إن الحركة الأولى جدرية قهرية والحركة الثانية حرة اختيارية ولو كنا مسيرين في الحالتين لما استطعنا التفرق ويؤتد هذه الحقيقة ما نشعر به من استخالة إكراه القلب على شيء لا يرضى تحت أي ضغط فيمكنك أن تكره امرأة بالتهديد والضغط على أن تخلع ثيابها ولكنك لا تستطيع بأي ضغط أو تهديد أن تجعلها تخبك من قلبها ومعنى هذا أن الله أحفق قلوبها من كل صنوف الإكراه والإجبار وأنه فطرها خرى ولهذا جعل الله القلب وابنية عدة الأحكام فالمؤمن الذي ينطق بعبارة الشرك والكفر تحت التهديد والتعذيب لا يحاسب على ذلك طالما أن قلبه من الداخل مطمئن بالإيمان وقد استثناه الله من المؤاخذة في قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والوجه الآخر من القلب في هذه المسألة أن بعض الناس يفهم حرية الإنسان بأنها علوم على المشيئة وانفراد بالأمر فيتهم القائلين بالحرية بأنهم أشرقوا بالله وجعلوا له أندادا يأمرون كأمره ويعكمون كحكمه وهذا ما فهمته أنت أيضا فقلت بتعجد المشيئات وهو فهم خاطئ فالحرية الإنسانية لا تعلو على المشيئة الإلهية إن الإنسان قد يفعل بحريته ما ينافي الربع الإلهي ولكنه لا يستطيع أن يفعل ما ينافي المشيئة الله أعطان الحرية في أن نعلو على رضا فنعصيه ولكن لم يعطي أحد الحرية في أن يعلو على مشيئته وهنا وجه آخر من وجود نسبية الحرية الإنسانية وكل ما يحدث منا داخل في المشيئة الإلهية وضمها وإن خالف الرضا الإلهي وجامد الشريعة وحريتنا ذاتها كانت منحة إلهية وهبة منحها لنا القالق باختياره ولم نأخذها منه كرها ولا غفة إن حريتنا كانت أي مشيئة ومن هنا معنى آية وما تشاءون إلا أن يشاء الله لأن مشيئتنا ضمن مشيئته ومنحة منه وهبة من كره فيه وفضله فهي ضمن إرادته لا ثنائية ولا تناقض ولا منافسة منا لأمر الله وحكمه والقول بالفرية بهذا المعنى لا ينافي التوحيد ولا يجعل لله أندادا يحكمون كحكمه ويأمرون كأمره فإن حريتنا كانت عين أنبه ومشيئته وحكمه والوجه الثالث للخلق أن بعض من تناولوا مسألة القضاء والقدر والتسير والتخيير فهموا القضاء والقدر بأنه إكراه للإنسان على غير قبعه وقبيعته وهذا خطأ وقعت فيه أنت أيضا وقد نفى الله عن نفسه الإكراه بآيات صريحة إن نشى منذل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضئين والمعنى واضح إنه كان من الممكن أن نكره الناس على الإيمان بالآيات المنزمة ولكننا لم نفعل لأنه ليس في سنة الإكراه لا إكراه في الدين قد تبين الرجل من الغيب ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كبهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ليس في سنة الله الإكراه والقضاء والقدر لا يصح أن يفهم أنه إكراه للناس على غير قضائعهم وإنما على العكس الله يقضي على كل إنسان من جنس ليته ويشاء له من جنس مشيئته ويريد له من جنس إرادته لا ثنائية تسير الله هو عين تخيير العكس لأن الله يسير كل مرء على هوى قلبه وعلى مقتضى نياته من كان يريد حرط الآخرة نفد له في حرطه ومن كان يريد حرط الدنيا نؤتيه منها قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال والذين اهتدوا زادهم هدى وهو يخطب الأسرى في القرآن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم الله يقضي ويقدر ويجري قضاءه وقدره على مقتضى النية والقلب إن شرا بشر وإن خيرا بخير ومعنى هذا أنه لا ثنائية التسير هو عين التخيير ولا ثنائية ولا تناقض الله يسيرنا إلى ما اخترناه بقلوبنا ونياتنا فلا ظلم ولا إكراه ولا جبر ولا قهر لنا على غير طبائعنا فأما من أعطى واتقى وأصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وقال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هنا تلتقي رمية العبد والرمية المقدرة من الرب فتكون رمية واحدة وهذا مستاء لغز القضاء والقدر على العبد النية وعلى الله التنكيين إن خيرا بخير وإن شرا بشر والحرية الإنسانية ليست مقدارا ثابتة ولكنها قدرة نسبية قابلة للزيادة الإنسان يستطيع أن يزيد من حريته بالعلم باختراع الوسائل والأدوات والمواصلات استطاع الإنسان أن يطل الأرض ويهتم المسافات ويخترق قيود الزمان والمكان وبالدراسة قوانين البيئة استطاع أن يتحكم فيها ويسخرها لخدمته وعرف كيف يهتم الحر والبرد والظلام وبذلك مضاعف من خرياته في مجال العمل العلم كان وسيلة إلى كسر القيود والأمان وإطلاق الخرية أما الوسيلة الثالية فكانت الدين الاستمداد من الله بالتقرب منه والأخذ عنه بالوحي والتلقي والتأييد وهذه وسيلة الأنبياء ومن في دربهم سخر سليمان الجنة وركب الريه وكلم الطير بمعونة الله ومدده وشق نوسى البحر وأحيى النسيخ الموتى ومشى على الناد وأبرع الأكمه والأبرص والأعمى ونقرأ عن الأولياء أصحاب الكرامات الذين تطوى لهم الأرض وتفشف لهم المغيبات وهي درجات من الفرية اكتسبوها بالاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله والتحبب إليه فأفاض عليهم من علمه المكنون إنه العلم مرة أخرى ولكنه هذه المرة العلم المدني ولهذا يلخص أبو حامد الغزالي مشكلة المخير والمسير قائلا في كلمتين الإنسان مخير فيما يعلم مسير فيما لا يعلم وهو يعني بهذا أنه كلما اتسع علمه كلما اتسع مجال حريته سواء أكان العلم المقصود هو العلم الموضوعي أو العلم المدني ويخطئ المفكرون الماديون أشد القطأ حينما يتصورون الإنسان أسير الحتميات التاريخية والطبقية ويجعلون منه حلقة في سلسلة من الحلقات لا فتاك لها ولا مهرب من القبوء لقوامين الاقتصاد وحركة المجتمع وكأنما هو قشة في تيزار بلا ذراعين وبلا إرادة والكلمة التي يرددونها ولا يتعبون من ترددها وكأنها قانون حتمية الصراع الطبقي هي كلمة خاطئة في التحليل العلمي لأنه لا حتميات في المجال الإنساني وإنما على الأكثر ترجيحات واحتمالات وهذا هو الفرق بين الإنسان وبين التروس والآلات والأجسام المادية فيمكن التنبؤ بخصوف الشمس بالدقيقة والثانية ويمكن التنبؤ بحركاتها المستقبلة على مدى أيام والسنين أما الإنسان فلا يمكن أن يعلم أحد ماذا يغمر وماذا يخبئ في نياته وماذا يفعل غدا أو بعد غد ولا يمكن معرفة هذا إلا على سبيل الاحتمال والترجيح والتخمين وذلك على فرض توفر المعلومات الكافية للحق وقد أخفأت جميع تنبؤات كارل ماركس فلم تبدأ الشيوعية في بلد متقدم كما تنبأ بل في بلد متخدم ولم يتفاقم الصراع بين رأس مالية وشيوعية بل تقارب الاثنان إلى حالة من التعايش السلمي وأكثر من هذا فتحت البلاد الشيوعية أبوابها برأس المال الأمريكي ولم تتصاعد التناقبات في المجتمع الرأس مالي إلى الإفلاس الذي توقعه كارل ماركس بل على العكس ازدهر الاقتصاد الرسماني ووقع الشقاق والخلاف بين أطراف المعسكر الاشتراكي لدهته أخطأت حسابات ماركس جميعها دالة لذلك على خطأ منهجه الحتمي ورأينا صراع العصر الذي يحريق التاريخ هو الصراع اللا طبقي بين الصين والروسيا وليس الصراع الطبقي الذي جعله ماركس عنوان منهجه وكلها شواهد على فشل الفكر المادي في فهم الإنسان والتاريخ وتخبطه في حساب المستقبل وجاء كل ذلك نتيجة خطأ جوهري إن الفكر المادي تصور أن الإنسان ذبادة في شبكة من الحتميات ونفسية نعنا أن الإنسان حر وأن حريته حقيقة أما كلام الماديين عن حكم البيئة والمجتمع والظروف وأن الإنسان لا يعيش وحده ولا تتحرك حريته في فراء نقول رجا على هذا الكلام إن حكم البيئة والمجتمع والظروف كمقاومات للحرية الفردية يؤكد المعنى الجدلين لهذه الحرية ولا ينفي فالحرية الفردية لا تؤكد ذاتها إلا في وجه مقاومة تزحفها أن إذا كان الإنسان يتحرك في فراغ بلا مقاومة من أي نوع فإنه لا يكون حرا بالمعنى المفهوم للحرية لأنه من تكون هناك عقبة يتغلب عليها ويؤكد حريته من خلالها لماذا خلق الله الشر؟ قال صاحبي ساخرا كيف تظنون أن إلهكم كامل ورحمن ورحيم وكريم ورؤوف وهو قد خلق كل هذه الشرور في العالم المرض والشيخوخة والموت والزلازل والبركان والمكروب والسم والحر والزمهرير وآلام السرطان التي لا تعفي الطفل الوليد ولا الشيخ الطائم إذا كان الله محبة وجمالا وخيرا فكيف يخلق الكراهية والقبحة والشرب؟ والمشكلة التي أثارها صاحبي من المشاكل الأساسية في الفلسفة وقد أسمت حولها مدارس الفكر واختلفت حولها الآراء ونحن نقول إن الله كله رحمة وكله خير وإنه لن يأمر بالشر ولكنه سمح به لحكمة إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون وقل أمر ربي بالقصة وأثيني وجوهكم عند كل مسجد الله لا يأمر إلا بالعجل والمحبة والإحسان والأكل والخير وهو لا يرضى إلا بالطيئ فلماذا ترك الظالم يظلم والقاتل يقتل والسارق يسرق؟ لأن الله أرادنا أحرارا والحرية اقتبت الخطأ ولا معنى للحرية دون أن يكون لنا حق التجربة والخطأ والصواب والاختيار الحر بين المعصية والطهة وكان في قدرة الله أن يجعلنا جميعا أخيارا وذلك بأن يقهرنا على الطاعة قهرا وكان ذلك يقتضي أن يسلبنا حرية الاختيار وفي دكتور الله وسنته أن الحرية مع الألم أكرم للإنسان من العبودية مع السعادة ولهذا تركنا نخطئ ونتألم ونتعلم وهذه هي الحكمة في سماحه بالشر ومع ذلك فإن النظر المنصف المحايد سوف يكشف لنا أن الخير في الوجود هو القاعدة وأن الشر هو الاستثناء فالصحة هي القاعدة والمرض استثناء ونحن نقبل معظم السنوات عمرنا في الصحة ولا يزورنا المرض إلا أياما قليلة وبالمثل الزلاجل هي في مجملها بضع دقائق في عمر الكرة الأرضية الذي يحصى بملايين السنين وكذلك الباراتين وكذلك الحروب هي تشمجات قصيرة في حياة الأمم بين فترات سلام طويلة ممتدة ثم إننا نرى بكل شيء وجه خير فالمرض مخلف وقاية والألم يرب الصلابة والجلد والتحمل والزلاجل تنفس عن الضغط المقبوط في داخل الكرة الأرضية وتحمل قشرة الأرضية من الانتجار وتعيد الجدال إلى أماكنها كأحزمة وترقالات تثبت القشرة الأرضية في مكانها والضراتين تنفس المعادن والثروات الخضيئة الباطلة وتقس الأرض بتربة بركانية خاصة والحروب تدمج الأمم وتلقح بينها وتجمعها في كتل وأحلاف ثم في عصبة أمم ثم في مجلس أمن هو بمثابة محكمة عالمية للتشاكي والتصالح وأعظم الاختراعات خرجت أثناء الحروب الذنسلين الذرة الصواريخ الطائرات النفاثة كلها خرجت من أثون الحروب ومن سمن التعبان يخرج التريع ومن الميكروب نصنع اللقاح ولولا أن أجدادنا ماتوا لما كنا الآن في مناصبنا والشر في الكون كالظل في الصورة إذا اقتربت منه خيل إليك أنه عيد ولقص في الصورة ولكن إذا ابتعدت ونظرت إلى الصورة فيك كل نظرة شاملة اكتشفت أنه ضروري ولا عم عنه وأنه يؤدي وظيفة جمالية في البناء العام للصورة وهل كان يمكننا أن نعرفك صحة لول المرض إن الصحة تظل تاجا على رؤوسنا لا نراه ولا نعرفه إلا حينما نمر وبالمثل ما كان ممكن أن نعرف الجمال لولا القبح والوضع الطبيعي لولا الوضع الشال ولهذا يقول الفيلسوف أبو حامد الغزالي إن نقص الكون هو عين كماله مثل عوجاج القوس هو عين سلاحيته ولو أنه استقام لن عرمه وظيفة أخرى للمشقات والألم إنها هي التي تفرز الناس وتكشف معدنهم لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفكر والإقدام قد تالوا إنها الامتحان الذي نعرف به أنفسنا والابتلاء الذي تتحدد به مراتبنا عند الله ثم إن الدنيا كلها ليست سوى فصل واحد من رواية سوف تتعدد فصولها فالموت ليس نهاية القصة ولكن بدايتها ولا يجوز أن نحكم على مسرحية من فصل واحد ولا أن نرفض كتابا لأن الصفحة الأولى لم تعجبها الحكم هنا نابس ولا يمكن استقلاع الحكمة كلها إلا في آخر المطر ثم ما هو البديل الذي يتصوره السائل الذي يذخر منا هل يريد أن يعيش حياة بلا موت بلا مرض بلا شيخوخة بلا نقص بلا عجل بلا قمود بلا أحزان بلا ألم هل يطلب كمالا مطلقا وهل الكمال المطلق إلا لله والكامل واحد لا يتعدد ولماذا يتعدد وماذا ينقصه لوجده في واحد آخر غيره معنى هذا أن صاحبنا لن يرضيه إلا أن يكون هو الله ذاته وهو التقاول بحينه وضعونا نسخر منه بدورنا هو وأمثاله ممن لا يعجبهم شيء هؤلاء الذين يريدون هاجلنا ماذا فعلوا ليستحقون هاجلنا وماذا قدم صاحبنا للإنسانية ليجعل من نفسه الله الواحد القحار الذي يقول لشيء كن فيكون إن جدتي أكثر ذكاء من الأستاذ الدكتور المتخرج من فرنسا حينما تقول في بساطة خير من الله شر من أنفسنا إنها كلمات قليلة ولكنها تلخيص أمين بالمشكلة كلها فالله أرسل الرياح وأجر النهر ولكن ربان السفينة جشة ملأ السفينته بالناس والبضائع بأكثر مما تحتمل فغرقت فمضى يسب الله والقدار ما ذنب الله الله أرسل الرياح روخاء وأجر النهر خيرا ولكن جشع النفوس وطمعها هو الذي قلب هذا الخير شرا ما أصدقها من كلمات جميلة طيبة خير من الله شر من أنفسنا وما ذنب الذي لم يصله القرآن هرش صاحبنا الدكتور رأسه كان من الواضح أنه يبحث لي في الدكتورات عن حفة أو مقب يدق عن قيفه ثم قلت هدوء وهو يرتب كلمته حسنا وما رأيك في هذا الإنسان الذي لم يصله قرآن ولم ينزل عليه كتاب ولم يأته نبي ما ذنبه وما مصيره عندكم يوم الحساب مثل اسكيمو في أقاس القطبين أو ذنجي في الغابات ماذا يكون خبره بين يدي إلهكم يوم القيامة قلت له تعني أصحح معلوماتك أولا فقد بنيت أسئلتك على مقدمة خاطئة فالله أخبرنا بأنه لم يحرم أحدا من رحمته ووحيه وكلماته وأياته وإن الأمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعتنا في كل أمة الرسولة والرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن ليسوا كل الرسل وإنما هناك آلاف غيرهم لا نعلم عنهم شيئا والله يقول لنبيه عن الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك والله نوحي إلى كل شيء حتى النح وأوحى ربك إلى النح أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفه وقد يكون الوحي كتابا يلقيه جبريل وقد يكون نورا يلقيه الله في قلب العبد وقد يكون شراحا في الصدر وقد يكون حكمة وقد يكون حقيقة وقد يكون فهما وقد يكون خشوعا ورعبة وتقوى وما من أحد يرهف قلبه ويرهف سماعه إلا ويتلقى من الله فضلا أما الذين يصمون آذانهم وقلوبهم فلا تنفعهم كتب ولا رسل ولا معجزات ولا الكثرة والله قال إنه يختص برحمته من يشاء وأنه لا يسأل عن ما يفعل وقد يريد الله بحكمة يعلمها أن ينبر أحدا وأن يعبر آخرا فيقبل منه أخوة الإيمان ومن يدرينا ربما كانت مجرد لفتة من ذلك الزنجي البدائي إلى السماء في رهبة هي عند الله منجية ومقدولة أكثر من صلاتنا على أن القراءة المتأملة لأديان هؤلاء الزنوج البدائيين تدل على أنه كان لهم رسل ورسالات سماوية مثل رسالاتنا في قبيلة الماوماو مثلا نقرأ أنهم يؤمنون بإله يسمونه موجع ويصفونه بأنه واحد أحد لم يلد ولم يولد وليس له كفء ولا شبيل وأنه لا يرى ولا يعرف إلا من أهتاره وأفعاله وأنه خالق رازق وحاب الرحيم يشفي المريض وينجد المأزوم وينجزل المقر ويسمع الدعاء ويصفونه بأن البرق حجره والرعب وقع الخطع أليس هذا الموجعي هو إلهنا بعينه ومن أين جاءهم هذا العلم إلا أن يكون في تاريخهم رسول ومبلغ جاء به ومتقادم عليه العهد كالمغتاد فدخلت الخرافات والشعودات فشوهت هذا النقاء الديني وفي قبيلة يام يام نقرأ أنهم يؤمنون بإله واحد يسمونه بولي ويقولون إن كل شيء في الغابة يتحرك بإرادة مبولي وأنه يسلط الصوائق على الأشرار من البشر ويكافئ الأخيار بالرزق والبركة والأنه وفي قبيلة الشايوك يؤمنون بإله واحد يسمونه جوك ويصفونه بأنه خفي وظاهر وأنه في السماء وفي كل مكان وأنه خالق كل شيء وفي قبيلة الدنكة يؤمنون بإله واحد نسمونه ميالعك وهي كلمة ترجمتها الحرفية الذي في السماء أو الأعداء ماذا نسمي هذه العقائد إلا أنها إسلام وماذا تكون إلا رسالات كان لها في تاريخ هؤلاء الأقوام رسل إن الدين لواحد إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون حتى الصابئين الذين عبدوا الشمس إلها على أنها آية من آيات الله وآمنوا بالله الواحد وبالآخرة والبعث والحساب وعملوا الصالحات فلهم أجرهم عند ربهم ومعلومون أن رحمة الله تتفاوت وهناك من يولد أعمى وهناك من يولد مبصرة وهناك من عاش أيام موسى ورآه رأي العين وهو يشق البحر بعصاه وهناك من عاش أيام المسيح ورآه يحي الموتى أما نحن فلا نعلم عن هذه الآيات إلا سماعا وليس الخبر كالعين وليس من رأى كمن سمح ومع ذلك فالإيمان وعدمه ليس رهما بالمعجزات والمكابرون المعاندون يرون العجب من أنبيائهم فلا يزيد قولهم على أن هذا سحر مفترى ولا شك أن صاحبنا الدكتور القادم من فرنسا قد بلغه من الكتب ثلاثة توراة وإنجيل وقرآن وبلغته فلم تزده هذه الكتب إلا إغراقا في الجدل وحتى يهرب من الموقف كله فحاله على شخص مجهول في الغابات لم ينزل عليه كتاب وراح يسألنا وما بالكم بهذا الرجل الذي لم يصله قرآن ولن ينزل عليه كتاب ملتمسا بذلك ثغرة في العدل الإلهي أو موهما نفسه بأن المسألة كلها عبا وفلذلك يسألنا ولماذا تتفاوت رحمة الله لماذا يشهد الله واحدا على آياتك ولا يدري آخر بتلك الآيات إلا سماها ونحن نقول إنها قد لا تكون رحمة بل نقمة ألم يقل الله لأتباع المسيح الذين طلبوا نزول مائدة من السماء محذرا إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ذلك لأنه مع نزول المعجزات يأتي دائما تشديد العذاب لمن يكفر وطوبى لمن آمن بالسماء ودون أن يرى معجزة والويل للذين شاهدوا ولم يؤمنوا فالقرآن في يدك حجة عليك ونذيا ويوم الحساب يصبح نقمة لا رحمة وعدم إقامة هذه الحجة البينة على الإسكيم ساكن القطبين قد يكون إعفاءا وتخفيفا ورحمة ومثرة يوم الحساب وقد تكون لفتة إلى السماء من هذا الإسكيم الجاهل ذات ساعة في عمرك عند الله كافية لقبوله مؤمنا مخلصا أما لماذا يرحم الله واحدا أكثر مما يرحم آخر فهو أمر يؤسسه الله على علمه بالقلوب فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وعلم الله بنا وبقلوبنا يمتد إلى ما قبل نزولنا في الأرحام فيما كنا عنده أرواحا حول عرشه فمنا من اجتفى حول نوره ومنا من انصرف عنه مستمتعا بالملكوت وغافلا عن جمال خالقه فاستحق الرطبة الدنيا من ذلك اليوم وسبق عليه القوم هذا كلام أهل المشاهدة وما نراه من تاريخنا القصير في الدنيا ليس كل شيء ومعرفة الحكمة من كل ألم وحرمان أمر لا يعلمه إلا العليم والذي يسألني لماذا خلق الله الخنزير خنزيرا لا أبلك إلا أن أجيبك بأن الله اختار له فوضا خنزيريا لأن نفسه خنزيري وأن خلقه هكذا حق وعدل وكل ما نرى حولنا من استحقاقات هي عدل لكن معرفة الحكمة الكلية وإماطة اللساء عن هذا العدل أمر ليس في مقدور كل واحد ولعل لهذا السبب هناك آخرة ويوم تنصب فيه المواجين وينبئنا العليم بكل ما اختلفنا فيه ومع هذا فسوف أريفك بالكلمة الفصل فقد قال الله في كتابه إنه ليعذب إلا من أنذرهم بالرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هل أرحت واسترحت ثم دعني أقول لك يا صاحبي إن أعجب ما في سؤالك أن ظاهره موجم بالإيمان والإشفاق على الزنجي المسكين الذي فاته ما في القرآن من نور ورحمة وهدى مع أن حقيقتك هي الكفر بالقرآن وبنوره ورحمته وهدى فسؤالك أقرب ما يكون إلى الاكتدراج والمخاجعة وفيه مناقبة للنفس هي اللكاعة بعينها فأنت تحاول أن تقيم علينا حجة هي عندك ليس لها أي حجة ألا ترى معي يا صاحبي أن جهاز المنطق عندك في حاجة إلى إسلاح الجنة والنار كان صديقنا الدكتور واثقا من نفسه كل ثقة هذه المرة وهو يلوك الكلمات ببط يلقي بالقنبلة كيف يعذبنا الله وهو الرحمن الرحيم على ذنب محجود في الزمن بعذاب لا محدود في الأبد النار خالدين فيها أبدا وما منحه وماذا نساوي بالنسبة لعظمة الله حتى ينتقم منا هذا الانتقام وما الإنسان إلا ذرة أو هباءة في الكون وهو بالنسبة لجلال الله أهول من ذلك بكثير بل هو اللا شيء بعينه ونحن نصحق معلومات الدكتور فنقول أولا إننا لتنا ذرة ولا هبأة في الكون وإن شأننا عيد الله ليس هينا بل عظيمة ألم ينفخ فينا من روحه ألم يسجد لنا الملائكة ألم يعدنا بميرات السماوات والأرض ويقول عنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إن فينا إذا من روحه ونحن بالنسبة للكون لسنا ذرة ولا هبأة إننا نبجو بالنظر إلى أجسادنا كذرة أو هبأة بالنسبة للكون الفسيح الوعد ولكن ألا نحتوي على هذا الكون ونتوعبه بعقلنا وندرك قوانينه وأفلاكه ونرسم لكل كوكب مداره ثم ينزل رائد القضاء على القمر فيكشف أن كلما استوعبناه بعقلنا على الأرض كان صحيحا وكلما رسمناه كان دقيقة ألا يدل هذا على أننا بالنظر إلى روحنا أكبر من الكون وأننا نحتوي عليه وأن الشاعر كان على حق حينما خطب الإنسان قائلا وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وأن الإنسان كما يقول الصوتية هو الكتاب الجامع والكون صفحاته إذن فالإنسان عظيم الشأن كبير وخطر وهو من روح الله وأعماله تستوجب المحاسبة أما عن الزمد المحدود في الزمان الذي يحاسب الله عليه بعذاب لا محدود في الأبد فمغالطة أخرى وقع فيها الدكتور العزيز الوافق من نفسه فالله يقول أن هؤلاء مخلدين في النار حينما يطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا غير ما عملوا يقول سبحانه ولو ردوا لعاجوا لما نفعوا عنه وإنهم لكاذبون أي أن جنبهم ليس جنبا محددا في الزمان بل هو خصلة ثابتة سوف تتكرر في كل زمان ولو ردوا لعاجوا إلى ذنبهم وإنهم لكاذبون هي إذا صفة مؤبدة في النفس وليست فقطة عارضة في ظرف عارض في الدنيا وهو يقول عنهم في مكان آخر وما يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون هنا لون آخر من الإصرار والتحدي يصل إلى أنهم يواجهون الله بالكذب والحلف الكذب وهم بين يديه يوم الموقف العظيم يوم ترفع الحجب وينكشف الغطاء وهذا غاية الجبروت وصلت وليس هنا أمام ذنب محدود في الزمان بل أمام ذنب مستمر في الزمان وبعد أن يقوى الزمان وكل زمان نحن هنا أمام نفس تحمل معها شرها الأبد ومن هنا كان تأبيد العذاب لهذه النفس أكلا ولهذا تقول عنهم الآية في الصراحة وماهم بخارجين من النار يقول ابن عربي إن الرحمة بالنسبة لهؤلاء أنهم سوف يتعودون على النار وتصبح تلك النار في الآباد المؤبدة بيئتهم الملائمة ولا شك أن هناك مجالسة بين بعض النفوس المجرنة وبين النار فبعض تلك النفوس هي في حقيقتها شعلة حسد وحكب وشهوة وغيرة وغل وميران من الغضب والنقمة والثورة والمشاعر الإجرامية المحتدمة وكأنها نار بالفعل مثل تلك النفوس لا تستطيع أن تعيش في السلام ولا تستطيع أن تحيى الساعة دون أن تشعل حولها حربا ودون أن تبرم حولها النيران لأن النيران هي بيئتها وطبيعتها ومثل تلك النفوس يكون قرارها في النار هو الحكم العدل ويكون هذا النصير من قديل وضع الشيء في مكانه فلو أنها أدخلت الجنة لما تذوقتها ألم تكن تركب السلامة في الأرض وينبغي أن نفهم النار والجنة في الآخرة سهلا واسع الأفق فالنار في الآخرة ليست شواية وليس ما يجري فيها هو الحريق بالمال الدنيوي فالله يقول إن المذنبين في النار يتكلمون ويتلاعنون وإن النار فيها شجرة لها ثمر هي شجرة الزقوم التي تخرج من أفل الجحيم كما أن فيها ناء حميما يشرب منه معذب مثل تلك النار التي فيها شجرة وفيها ماء ويتكلم فيها الناس لابد أنها نار غير النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكن من بعثون ولات لا تعلمون إنهم يتكلمون وهم في النار وهي ناع وقولها الناس والحجرة هذه النار إذا هي من قبيل الغيب وما ورد عنها إشارات ولا يجب أن يفهم من هذا الكلام أننا ننكر العذاب الحسي ونقول بالعذاب المعنوي فإن العذاب الحسي صريح لا يجوز الشك فيه ونحن نؤمن بوجوده وإنما نقول إن تفاصيل هذا العذاب وكيفيته كما أن كيفية تلك النار وأوصافها التفصيلية هي غيب مجهول فهي على ما يبدو في الإشارات القرآنية نار غير النار كما أن أجسامنا في تحملها لتلك النار هي غير الأجسام الترابية الهشة التي لنا الآن ونفس الشيء في الجنة فهي ليست سوق حضار وبلح ورمان وعنف وإنما فيك الأوصاف القرآنية هي مجرد إشارات وضرب أمثلة وتقريب إلى الأزهار مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طحنه مثل الجنة أي أننا نضرب مثلا يقرب فهم الجنة إليه ولكن الحقيقة أن التفاصيل غير فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من كرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جنة أرضها السماوات والأرض فهي لا يمكن أن تكون مجرد حديقة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فهي غير فاكهتنا المقطوعة والممنوعة وخمر لا يصدعون عنها ولا ينزفون فهي غير خمرنا التي تصدع الرأس وتنزف العقل ويقول القرآن عن أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل ها هنا نكوس تثرت بطريقة لا نعلمها الجنة إذن هي الأخرى غيب وليس في هذا الكلام أي إنكار للنعيم الحسي فنحن نؤمن بأن الجنة نعيم حسي ومعنوي معا كما أن النار عذاب حسي ومعنوي ولكن ما نريد تأكيده أن تفاصيل هذا النعيم أو العذاب وكيف ياته غيب وأن الجنة ليست سوقا للفاكهة والفضار ولا النار فرنا لشوي اللحو وأن التعذيب في الآثرة ليس تجبرا من الله على عباده وإنما هو تطهير وتعريف وتقويم ورحمة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فالأصل هو عدم العذاب والله لا يعذب العارف المؤمن وإنما ينصب عذابه على الجاحد المنكر الذي فشلت معه كل وسائل الهداية والتعريف والتفهيل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعهم سنة الله أن يذيق هؤلاء من العذاب الأكثر في الدنيا لإيقاضهم من غفلتهم ولإزعاجهم من هذا الصمم والصباح لعلكم يرجعون فإذا لم تفلح كل هذه الوسائل وظل المنكر على إمكاره لم يبق إلا مواجهته بالعذاب الحق لتعريفه والتعريف بالحق هو عين الرحمة ولو أن الله تركهم على عماهم وجهدهم وأهملهم لكان في حقه ظلنا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا فالعرض على النار في النسبة لهؤلاء الجهال عناية وكل أفعال الله رحمه يرحم الجاهل بالجحيم تأديبا وتعليما ويرحم العرف بالجلة فضلا وكراما عذاب أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فجعل رحمته تسع كل شيء حتى العذاب ثم دعونا نسأل الدكتور أيقون الله أكثر عدلا في نظره لو أنه ساوى بين الظالمين والمظلومين وبين السفاحين وبخاياهم فقدم للكل حفلة شايل في الآخرة وهل العدل في نظر الدكتور أن يستوي الأبيض والأسود ومن الذين يستبعدون على الله أن يعذب نقول ألا يعذبنا الله بالفعل في دنيانه وماذا تكون الشيخوخة والمرض والسرطان إلا العذاب بعينه ومن خالق الميكرو أليست جميعها انذارات بأننا أمام إله يمكن أن يعذب هل الدين أثيون؟ قال لي صاحبي الدكتور وهو يأنز بعينه وما رأيك في الذين يقولون إن الدين أثيون وإنه يخدر الفقراء والمظلومين ليناموا على ظلمهم وفقرهم ويحلموا بالجنة والحور العلم بينما يسبث الأغنياء على غناهم باعتبار أنه حق وأن الله خلق الناس درجات وما رأيك في الذين يقولون إن الدين لم ينزل من عند الله وإنما خلع من الأرض من الظروف والدواهل اجتماعية ليكون سلاحا لطبقة على طبقة وهو يشير بذلك إلى المادهين وأكارهم قلت ليس أبعد من الخطأ القائم بأن الدين أثيون فالدين في حقيقته أعباء وتكاليف وتبعاء وليس التخففا وتحللا وبالتالي ليس مهربا من المسؤوليات وليس أثيونا وديننا عمل وليس كشا وقل يا ملو فسيرى الله عملكم ونحن نقول بالتوكل وليس بالتوكل والتوكل يقتضي عندنا العزم واستفراغ الوشع وبجل غاية الطاقة والحيلة ثم التسليم بعد ذلك لقضاء الله وحكمه فإذا عزمت فتوكل على الله العزم أولا والنبي يقول لمن يريد أن يترك ناقته سائبة توكلا على حفظ الله اعقلها وتوكل أي اجل الوشعة أولا فسبتها في عقالها ثم توكل والدين صح وانتباه ويقظة ومحاسبة للناس ومراقبة للضمير في كل فعل وفي كل كلمة وكل خاضر وليس هذا حال آكل الأفيون إنما آكل الأفيون الحقيقي هو المادي الذي ينكر الدين خربا من تبعاته ومسؤولياته ويتصور أن لحظته ملكه وأنه لا حسيب ولا رقيب ولا بأس بعد الموت فيفعل ما يخطر على دامه وأين هذا الرجل من المتدين المسلم الذي يعتبر نفسه مسؤولا عن سابع جاره وإذا جاء فردن في أمته أو ضربت جابه عكد نفسه بأنه لم يكن بواجب الدين في عنقه وليس صحيحا أن ديننا خرج من الأرض من الظروف والدواعب اجتماعية ليكون سلاحا لطبقة على الطبقة وتثبيتا لغنى الأغنياء وفقر الفقراء والعكس هو الصحيح فالإسلام جاء ثورة على الأغنياء والكامزين الماد والمستغلين والظالمين فأمرت صراحة بأن لا يكون المال دولة بين الأغنياء يحتكرونه ويتداولونه بينهم وإنما يكون حقا للكل والذين يكنزون الدهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم والإنفاق يبدأ من زكاة إجبارية اثنين ونصف في المئة ثم يتصاعد اختياريا إلى كل ما في الجيد وكل ما في اليد فلا تبقي لنفسك إلا خبزك كفافا يسألونك ماذا ينفقون قل العفو والعفو هو كل ما زاد عن الكفاف والحاجة وبهذا جمع الإسلام بين التكليف الجبري القانوني والتكليف الاختياري القائم على الضمير وهذا أكرم ذي الإنسان من نجع أملاكه بالقهر والمصادرة ووصل ذي الإنفاق إلى ما فوق التسعين في المئة دون إرهاق ولم يأتي الإسلام ليثبت ظلم الظالمين بل جاء ثورة صريحة على كل الظالمين وجاء سيفا وحربا على رقاب الضواغيت والمستبدئين أما التهمة التي يسوقها الماديون بأن الدين رجعي وطبقي بدليل الآيات والله فضل بعضهم على بعض في الرزق وقوله ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فنحن نرد بأن هذه الآيات تنطبق على لندن وباريس وبرلين وموسكو بمثل ما تنطبق على القاهرة ودمشق وجدة وإذا مشينا في شوارع موسكو فسوف نجد من يسير على رجلين ومن يركض البسكليت ومن يركض عرب موسكوفيتش ومن يركض عرب الزين فاقرة وماذا يكون هذا إلا التفاضل في الرزق بعينه والدرجات والرتب الانتصادية والتفاوت بين الناس حقيقة جوهرية ولم تستطع الشيوعية أن تلغي التفاوت ولم يقل حتى غلاة المادية والفوضوية بالمساواة والمساواة غير ممكنة فكيف نساوي بين غير متساويين الناس يولدون من لحظة الميلاد غير متساوين في الذكاء والقوة والجمال والمواحد يولدون على درجات في كل شيء وأقصى ما طمعت فيه المداهب الاقتصادية هي المساواة في الفرص وليس المساواة بين الناس أن يلقى كل واحد نفس القرفة في التعليم والعلاج والحد الأدمان المعيشة وهو نفس ما تحض عليه الأديان أما إلغاء الدرجات وإلغاء التفاو فهو الظلم بعينه والأمر الذي ينافي الطبيعة والطبيعة تقوم كلها على أساس التفاضل والتفاوت والتنوع في ثمار الأرض وفي البهائن وفي الناس في القطن نجد قويلة تيلة وقصيرة تيلة وجيزة سفا وسكلاريديس وخون جوتهير في البلح نجد الزغلون والسمان والحيان وفي العنز نجد البلات والقيوم وفي الحيوان والإنسان نجد الرتب والدرجات والتفاوت أكثر هذا هو قانون الوجود كله التفاضل وحكمة هذا القانون واضحة فلو كان جميع الناس يولدون بخلقة واحدة وقلب واحد ونسخة واحدة لما كان هناك داع لميلادهم أصلا وكان يكفي أن نأتي نسخة واحدة فتغني عن الكل وكذلك الحال في كل شيء وننتهى الأمر إلى فقر الطبيعة وإفلاسها وإنما غنى الطبيعة لا يظهر إلا بالتنوع في ثمارها وغلاتها والتفاوت في ثمارها ومع ذلك فالدين لن يسكت على هذا التفاوت بين الأغنياء والفقارة بل أمر بتصحيح الأوضاع وجعله الفقير نصيبا في مال الغني وقال إن هذا التفاوت فتنة وامتحان وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون سوف نرى ماذا يفعل القوي بقوته هل ينجل بها الضعفاء أم يضرب ويقتل ويكون جبارا في الأرض وسوف نرى ماذا يفعل الغني بغناء هل يبغى ويشرف أم يعطف ويحسن وسوف نرى ماذا يفعل الفقير بفقره هل يحسج ويحسج ويتفرق ويختلف أم يعمل ويكد ويجتهد ليرقع مستوى معيشته بالشرع والعدل وقد أمر الدين بالعدل وبتصحيح الأوضاع وبالمساواة بين الفرق وهدد بعذاب الآخرة وقال لأن الآخرة ستكون أيضا درجات أكثر تفاوتا لتصحح ما لم يجري تصفيفه في الأرض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقبيلا وللذين يتهمون الإسلام بالرجعية السياسية نقول إن الإسلام أتى بأكثر الشرائع تقجمية في نظم الحكم احترام الفرد في الإسلام بلغت ذروح وسبق نفاق حقوق الإنسان وتفوق عليه فماذا يساوي الفرد الواحد في الإسلام إنه يساوي الإنسانية كلها من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا لا تغني المنجزات ولا الإصلاحات المادية ولا التأمير ولا السجود ولا المصانع إذا قتل الحاكم فردا واحدا ظلما في سبيل هذا الإسلاح فإنه يكون قد قتل الناس جميعا ذروة في احترام الفرد لم يصل إليها مذهب سياسي قديم أو جديد فالفرد في الإسلام له قيمة مطلقة بينما في كل المذاهب السياسية له قيمة نسبية فرد في الإسلام آمن في بيته وفي أسراره لا تجسس ولا غيبة آمن في ماله ورزقه وملكيته وحريته كل شيء حتى التخية حتى إساح المجلس حتى الكلمة الطيبة لها مكان في القرآن وقد نهى القرآن عن التجفر والضغيان والانفراد بالحكم وقال الله للنبيه وهو من هو في كماله وصلاحيته وما أنت عليهم بجرطة وقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطة وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة ونهى عن عبادة الحاكم وتأليه العظيم لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وقال تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ونهى عن الغوغائية وتملق الجحماء والسوقة والجريا وراء الأغلبية المضللة وقال أكثر الناس لا يعلمون بل أكثرهم لا يعقلون أكثر الناس لا يؤمنون وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون بمعنى يكلبون وقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل ونهى عن العنصرية والعرقية إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وبالمعنى العلمي كان الإسلام تركيبا جدليا جامعا بين مادية اليهودية وروحانية المسيحية بين العدل الصار من جاف الذي يقول السن بالسن والعين بالعين وبين المحبة والتسامح المتطرف الذي يقول من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر وجاء القرآن وسطا بين التوراة التي يحرفت حتى أصبحت كتابا ماديا ليس فيه حرف واحد عن الآخرة وبين الإنجيل الذي مال إلى رهبانية تامة وناد القرآن بناموس الرحمة الجامع بين العدل والمحبة فقال بشرعية الدفاع عن النفس ولكنه فضل العفو والصفحة ولمغفرة ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وإذا كانت الرأس مالية أطلقت للفرد حرية الكسب إلى درجة استغلال الآخرين وإذا كانت الشيوعية سحقت هذه الحرية تماما فإن الإسلام قدم الحل الوصف للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب الفرد حر في الكسب ولكن ليس له أن يأخذ ثمرة أرباحه كلها وإنما له فيها نصيب وللفقير نصيب يؤخذ ذكاة وإنفاقا من أثنين ونصف في المئة إلى تسفين في المئة جبرا واختيحا وهذا النصيب ليس تصدقا وتفضلا وإنما هو حق الله في الربح وبهذه المعادلة الجميلة حفظ الإسلام للفرد حريته وللفقير حقه ولهذا أصاب القرآن كل الصواد حينما خاطب أمة الإسلام قائلا وكذلك جعلناكم أمة وسطة فقد اختار الإسلام الوسط العدل في كل شيء وهو ليس الوسط الحسابي وإنما الوسط الجدلي أو التركيب الذي يجمع النقيضين اليمين واليسار ويتجاوزهما ويزيد عليهما ولذلك ليس في الإسلام يمين ويسار وإنما فيه صراط الاعتبال الوسط الذي نسميه الصراط المستقيم من خرج عنه باليمين أو اليسار فقد انحرق ولم يقيدنا القرآن لدستور سياسي محدد أو منهج مفصل للحكم لعلم الله بأن الظروف تتغير بما يقتضي الاجتهاب في وضع دساتير متغايرة في الأزمنة المتغيرة وحتى يكون الباب وصوحا أمام المسلمين للأخض والعطاء من المعارف المتاحة في كل عصر دون الغلاف على دستور ومدعي ولهذا اكتفى القرآن بهذه التوصيات السياسية العامة السالفة كهصائص للحكم الأمثل ولم يكبرنا بنظرية وهذا سر من أسرار إعجازه وتفوقه ليس فقرا ولا نقصا فيه وتلك لنسة أخرى من تقدمية القرآن التي سبقت كل التقدميات ونرد على القائلين بأن الدين جمود وتحجر بأن الإسلام لم يكن أبدا دين تجمد وتحجر وإنما كان دائما وأبدا دين نظر وفكر وتطوير وتغيير بدليل آياته الصريحة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق وقال فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترافق وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سفحت أوامر صريحة بالنظر في خلق الإنسان وفي خلق الحيوان وفي خلق الجبال وفي طبقات الأرض وفي السماء وأسلاكها وهي نظرات تضم كل ما نعنيه الآن بعلم الجيولوجيا والفلق والتشريح والفيسيولوجيا والبيولوجيا وعلم الأجنة أوامر صريحة بالسير في الأرض وجمع الشباهد والسندات الأحكام والقوانين ومعرفة كيف بدأ الخلق وهو ما نعرفه الآن بعلوم التطور ولا خوفا من الخطأ فالإسلام مكافئ الذي يجتهد ويخطئ بأجر والذي يجتهد ويصيب بأجرين وليس صحيحا ما يقع من أننا تخلفنا بالدين وتقدم الغرب بالإلحاد والحق أننا تخلفنا حينما هجرنا أوامر ديننا وحينما كان المسلمون يأتمرون بهذه الآيات حقا كان هناك تقدم وكانت هناك بولة من المحيط إلى القليج وعلماء مثل ابن سيناء في الطب وابن الرجل في الفلسفة وابن الهيثم في الرياضيات وابن النفيذ في التشريح وجابر ابن حيان في الكينيان وكانت الدنيا تأخذ عنا علومنا وما زالت مجمعات النجوم وأبراجها تحتفظ إلى الآن بأسمائها العربية في المعاجم الأوروبية وما زالوا يسمون جهاز التقطير بالفرنسية من كلمة أنبيق العربية ولم يتقدم الغرب بالإلحاد بل بالعلم وإنما وقع الخلط مما حدث في العصور الوسطى من طغيان الكريسة ومحاكم التكتيش وحجرها على العلم والعلماء وما حدث من سجن ذاليليو وحرق جيوردانو برونو حينما حتمت الكنيسة وانحرف بها البابوات عن أهدافها النبيلة فكانت انصر تأخر فتصور النقاد الصقحيون أن هذا ينسحب أيضا على الإسلام وهو خطأ فالإسلام ليس فيه بابوية ولا كهنوت والله لم يقن بينه وبين المسلمين أوصياء ولا وسطا وحينما حكم الإسلام بالفعل كان عنصر تقدم كما شرحنا وكما يقول التاريخ مكذبا هذه المزائب الفتحية وآيات القرآن السريحة تحب على العلم وتأمر بالعلم ولا تقيم بين العلم والدين أن يتناقض وقل رب زدني علما قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم جعل الله الملائكة وأولي العلم في الآية مخترين بشرف اسمه ونسلته وأول آية في القرآن وأول كلمة كانت إقرأ والعلماء في القرآن موعودون بأرفع الدرجة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة وتتكرر كلمة العلم ومشتقاته في القرآن نحو من ثمانمائة وخمسين مرة فكيف يتكلم بعد هذا متكلم عن تناقض بين الدين والعلم أو حجر من الدين على العلم والنظر في الدين وتطوير فهمه مطلوب وتاريخ الإسلام كله حركات إخياء وتطوير والقرآن بريء من تهمة التحجير على الناس وكل شيء في ديننا يقبل التطوير ما عدا جوهر العقيدة وصلب الشريحة لأن الله واحد ولن يتطور إلى اثنين أو ثلاثة هذا أمر مطلوب وكذلك الشر شر والخير خير ليصبح القتل طبيلة ولا السرقة حسنة ولا الكذب حلية يتحلى بها الصالحون وفيما عدا ذلك فالدين مفتوح للفكر والاجتهاب والإضافة والتطوير وجوهر الإسلام عقلاني منطقي يقبل الجدل والحوار ويحب على استخدام العقل والمنظر وفي أكثر من مكان وفي أكثر من صفحة في القرآن نعثر على التشاؤل أفلا يعقلون أفلا يفقهون وأهل الدين عندنا هم أولو الألباب قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لكم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها احترام العقل في لب وصميم الدينة والإيجابية عصبها والثورة روحها لن يكن الإسلام أبدا خامعا ولا سلبية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص والجهد بالنفس والمال والأولاد والقتال والثبات وعدم النقوص على الأعقاب ومواجهة النفس والمصادرة في سلب ديننا فكيف يمكن لدين بهذه المرونة والعقلانية والعلمية والإيجابية والثورة أن يتهم بالتحجر والجمود إلا من صديق عزيز مثل الدكتور القادم من فرنسا لا يعرف من أوليات دينه شيئا ولم يقرأ في قرآنه حرفا وحكاية الإسلام مع المرأة قال صديق الدكتور ألا توافقني أن الإسلام كان موقفه رجعيا من المرأة وبدأ يعد على أصابحه حكاية تعدل الزوجة وبقاء المرأة في البيت والحجاب والطلاق في يد الرجل والضرب والهجر في المضاجع وحكاية ما ملكت أيمانكم وحكاية الرجال قوامون على النساء ونصيب الرجل المضاعف في المرأة قلت له وأنا ستجمع نفسي التهم هذه المرة كثيرة والكلام فيها يطول ولنبدأ من البداية من قبل الإسلام وأظنك تعرف تماما أن الإسلام جاء على جاهلية والبنت التي تولت نصيبها الوعد والدفن في الرم والرجل يتزوج العشرة والعشرين ويكره جواريه على البغاء ويقبض الثمن فكان ما جاء به الإسلام من إذاحة الزواج بأربع تقييدا وليس تعبيدا وكان إنقاذا للمرأة من العار والموت والاستعباد والمدلة وهل المرأة الآن في أوروبا أسعد حالا في الانفلال الشائع هناك وتعدل العشيقات الذي أصبح واقع الأمر في أغلب الزجاج أليس أكرم للمرأة أن تكون زوجة ثالية لمن تحب لها كافة حقوق الزوجة واحترامها من أن تكون عشيقة في السر تختلص المتعة من وراء الجدران ومع ذلك فالإسلام جعل من التعدل إباحة شبه معطلة وذلك بأن شرط شرطا صعب التحقيق وهو العدل بين النساء قال تعالى وإن خذتم ألا تعدلوا فواحدا وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرفتم فنسى قدرة العدل حتى عن الحريص فلم يبق إلا من هو أكثر من حريص كالأنبياء والأولياء ومن في دربهم أما البقاء في البيوت فهو أمر وارد لزوجات النبي باعتبارهن مذل العليا وقرن في بيوتكن وهي إشارة إلى أن الوضع الأمثل للمرأة هي أن تكون أما وربك بيت تفرعوا لبيتها ولأولادها ويمكن أن نتطور حال أمة نساؤها في الشوارع والمكاتب وأقفالها في دور الحضانة والملاجئ أتكون أحسن حالا أو أمة النساء فيها أمهات وربات بيوت والأقفال فيها يترضون في حضانة أمهاتهم والأسرة فيها متكاملة الخدمات الرد واضح ومع ذلك فالإسلام لم يمنع المقتضيات التي تدعو إلى خروج المرأة وعملها وقد كانت في الإسلام فقيهات وشاعرات وكانت النساء يخرجن في الحروب ويخرجن للعلم إنما توجهت الآية إلى نساء النبي كمثل عليا وبين المثال والممكن والواقع درجات متعددة وقد خرجت نساء النبي مع النبي في غزواته وينسحب على هذا أن الخروج لمعونة الزوج في كفاح شريف هو أمر لا غبار عليه أما الحجاب فهو لصالح المرأة وقد أباح الإسلام كشف الوجه واليدي وأمر بفتر ما عدا ذلك ومعلوم أن الممنوع مرهوب وأن فتر مواصن الفتنة يزيدها جاذبية وبين القبائل البدائية وبسبب العري الكامل يسر الشوق تماما وينتهي القضول ونرى الرجل لا يخالف زوجته إلا مرة في الشهر وإذا حملت قاطعها سنتين وعلى شواقئ في الصيف حينما يتراكم اللحم العاري المضاف للعيون يفقد الجسم العريان جاذبيته وطرافته وفتنته ويصبح أمرا عاديا لا يثير الفضور ولا شك أنه من صالح المرأة أن تكون مرغوبة أكثر وأن لا تتحول إلى شيء عادي لا يثير أما حق الرجل في الطلاق فيقابله حق المرأة أيضا على الطرف الآخر فيمكن للمرأة أن تطلب الطلاق بالمحكمة وتحصل عليه إذا أبدت المبررات الكافية ويمكن للمرأة أن تشترق الاحتفاظ بعصمتها عند العقد وبذلك يكون لها حق الرجل في الطلاق للمرأة والإسلام والإسلام يعطي الزوجة حقوقا لا تحصل عليها الزوجة في أوروبا فالزوجة عندنا تأخذ مخا وعندهم تدفع دورة والزوجة عندنا لها حق التفرف في أملاكها وعندهم تفقد هذا الحق بمجرد الزواج ويصبح الزوج هو القيم على أملاكها أما الضرب والهجر في المضاجع فهو معاملة المرأة الناشية فقط أما المرأة السوية فلها عند الرجل المودة والرحمة والضرب والهجر في المضاجع من معجزات القرآن في فهم المشود وهو يتفق مع أحدث ما وصل إليه علم النفس العثري في فهم المسلك المرضي للمرأة وكما نعلم يقسم علم النفس هذا المسلك المرضي إلى نوعين المسلك القضوعي وهو ما يسمى في الاصطلاح العلمي ما سجز وهو تلك الحالة المرضية التي تنهز فيها المرأة بأن تضرب وتعذب وتكون الطرقا خاضعة والنوع الثاني هو المسلك التحكمي وهو ما يسمى في الاصطلاح العلمي سادزم وهو تلك الحالة المرضية التي تلفز فيها المرأة بأن تتحكم وتسيطر وتتجبر وتتسلط وتوقع الأذاب الغير ومثل هذه المرأة لحل لها سوى انتفاع شوكتها وكسر سلاحها الذي تتحكم به وسلاح المرأة أنوثتها وذلك بهجرها في المضجع فلا يعود لها سلاح تتحكم به أما المرأة الأخرى التي لا تجد لذتها إلا في الفضوع والضرب فإن الضرب لها علاج ومن هنا كانت كلمة القرآن وهجروهن في المضاجع واضربوهن إعجاز علمي وتلخيص في كلمتين لكل ما أتى به علم النفس في مجلدات لذات عن المرأة الناشر وعلى جهة أما حكاية ما ملكت أيمانكم التي أشار إليها السائل فإنها تجرنا إلى قضية الرق في الإسلام واتهم المستشرتين للإسلام بأنه دعا إلى الرق والحقيقة أن الإسلام لم يدعو إلى الرق بل كان الدين الوحيدة الذي دعا إلى تصفية الرق ولو قرأنا الإنجيل وما قاله بولت الرسول في رسائله إلى أهل أفسس وما أوصى به العبيدة لوجزناه يدعو العبيدة دعوة صريحة إلى طاعة سادتهم كمرة أيها العبيد أطيعوا سادتكم بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كمرة ولم يأمر الإنجيل بتصفية الرق كنظام وإنما أقصى ما قال ذا به كان الأمر بالمحبة وحسن المعاملة بين العبيد والسادتهم وفي التوراة المتداولة كان نصيب الأحرار أسوأ من نصيب العبيد ومن وصايا التوراة أن البلد التي تستسلم بلا حرب يكون حظ أهلها أن يساقوا رقيقا وأسارا والتي تدافع عن نفسها بالسيف ثم تستسلم يعرض أهلها على السلاح ويقتلوا شيوقها وشبابها ونساؤها وأطفالها ويذبقوا تذبيحا كان الاسترقاق إذن حقيقة ثابتة قبل مجيء الإسلام وكانت الأديان السابقة توصي بولاء العبد لسيده فنزل القرآن ليكون أول كتاب سماوي يتكلم عن فك الرقاب وإذك الرقاب ولن يحرم القرآن الرقب النفس السريح ولن يأمر بتسريح رقيق لأن تسريحهم فجأة وبأمر القرآني في ذلك الوقت وهم مئات الأنوف بدون صناعة وبدون عمل اجتماعي وبدون توظيف يستوعبهم كان معناه كارثة اجتماعية وكان معناه خروج مئات الأنوف من الشحادين في الطرقات استجدون الناس ويمارسون السرقة والدعارة ليجدوا اللقمة وهو أمر أسوأ من الرزق فكان الحل القرآني هو قتل بعد الرزق ثم تقسية موجود منه وكان مصدر الرق في ذلك العصر هو استرقاق أسرى في الفرو فأمر القرآن بأن يطلق الأسير أو تؤخذ فيه فدية وبأن لا يؤخذ الأسرى أرقا فإما منن بعد وإما فدها فإما أن تمن على الأسير فتطلقه لوجه الله وإما أن تأخذ فيه فدية أما الرقيق الموجود بالزال فتكون تصفيته بالتدرج وذلك بجعل فك الرقاب وعتق الرقاب كفارة الذنوب صغيرها وكبيرها وبهذا ينتهي الرفق بالتدرج وإلى أن تأتي تلك النهاية فماذا تكون معاملة السيد لما ملكت يمينه أضح له الإسلام أن يعاشرها كثوجته وهذه حكاية ما ملكت أيمانكم التي أشار إليها السائل ولا شك أن معاشرة المرأة الرقيق كالزوجة كان في تلك الأيام تكريما لا إهانة وينظر أن لا ننسى موقف الإسلام من العبد الرقيق وكيف جعل منه أخا بعد أن كان عبدا يداس بالقدم إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وقال تعالى لا يتخذ بعضنا ضعبا أربابا من دون الله وقد ضرب محمد عليه الصلاة والسلام المثل حينما تبنى عبدا رقيقا هو زيد بن حارثة فأعتقه وجعل منه ابنه ثم زوجه من الحرة سليلة البيت الشريف زينب بنت جحش كل هذا ليكسر هذه العنجهية والعصبية وليجعل من تحرير العبيد موقفا يقتداده وليقول بالفعل وبالمثال أن رسالته هي عتق الرقاة أما أن الرجال قوامون على النساء فهي حقيقة في كل مكان في البلاد الإسلامية وفي البلاد المسيحية وفي البلاد التي لا تعرف إلها ولا دينا في موسكو الملحدة الحكام رجال من أيام لينين وستالين وخرتشوف وبرجانين إلى ميون وفي فرنسا الحكام رجال وفي لندن الحكام رجال وفي كل مكان من الأرض الرجال هم الذين يحكمون وينشرعون ويخترعون وجميع الأنبياء كانوا رجالا وجميع الفلاسفة كانوا رجالا حتى الملحنين مع أن التنفين صنعة خيال لا يحتاج إلى عضلات رجال وكما يقول العقاد ساقرا حتى صنعة الطهي والحياسة والموضة وهي تخصصات نسائية تفوق فيها الرجال ثم انفردوا بها وهي ظواهر لا دخل للشريعة الإسلامية فيها فهي ظواهر عن في كل بقاع الدنيا حيث لا تحكم شريعة إسلامية ولا يحكم القرآن إن ما هي حقائق؟ إن الرجل قوام على المرأة بحكم الطبيعة واللياقة والحكمية التي خصه بها الخالق وإذا ظهرت وزيرة أو زعيمة أو حاكمة فإنها تكون الطرافة التي تروى أخبرها والاستثناء الذي يؤكد القاعدة والإسلام لم يفعل أكثر من أنه سجل هذه القاعدة وهذا يفسر لنا بعد ذلك لماذا أعطي الرجل ضعف النقيب في الميراد؟ لأنه هو الذي ينفق ولأنه هو الذي يعود ولأنه هو الذي يعمل كان موقف الإسلام من المرأة هو العدل وكانت سيرة النبي مع نسائه هي المحبة والحدب والحنان ألم يؤثر عنه قوله حب جائلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة فذكر النساء مع الطيب والعطر والصلاة وهذا غاية الإعزاز وكان آخر ما قاله في آخر خطبة له قبل موته هو التوصية بالنساء وإذا كان الله قد اختار المرأة للبيت والرجل للشارع فلأنه عهد إلى الرجل أمانة التعمير والدناء والإنشاء بينما عهد إلى المرأة أمانة أكبر وأعظم هي تنشئة الإنسان نفسه وإنه من الإعظام لشأن المرأة أن تؤتمن على هذه الأمانة فهل ظلم الإسلام النساء الروح قال صديق الدكتور وهو يعلم هذه المرة أن الإشكال سيكون عسيرا ما دليلك على أن الإنسان له روح وأنه يبعث بعد موت وأنه ليس مجرد الجسد الذي ينتهي إلى الترى وماذا يقول دينكم في تحضير الأرواح قلت بعد برهة تفتير لا شك أن السؤال اليوم صعد والكلام عن الروح ضرب في تي والحقائق الموجودة قليلة ولكنها مع ذلك في صفنا نحن وليست في صفكم ونضت برهة أغرقت فيها في التذكير ثم قلت مرتفا فكر معي قليلا إن أول المؤشرات التي تساعدنا على التدليل على وجود الروح أن الإنسان ذو طبيعة مزدوجة الإنسان له طبيعتان طبيعة خارجية ظاهرة مشهودة هي جسده تتصف بكل الصفات المادة فهي قابلة للوزن والقياس متحيزة في المكان متزمنة بالزمان دائمة التغير والحركة والخيرورة من حال إلى حال ومن لحظة إلى لحظة فالجسد تتداول عليه الأحوال من صحة إلى مرض إلى سنة إلى هزال إلى تورد إلى شكوب إلى نشاط إلى كفال إلى نوم إلى يقبة إلى جوع إلى شبع ومنحق بهذه الطبيعة الجسدية شريط من الانتعالات والعوافث والغائز والمخاوف لا يقف لحظة عن الجريان في الدماء ولأن هذه الطبيعة والانتعالات الملحقة بها تتصف بخواص المادة نقول إن جسد الإنسان ونفسه الحيوانية هما من المادة ولكن هناك طبيعة أخرى مخالفة تماماً للأولى ومغايرة لها في داخل الإنسان طبيعة من نوع آخر تتصف بالسكون واللاجمان واللامكان والديمومة هي العقل بمعاييره الثابتة وأقيسته ومقولته والضمير بأحكامه والحس الجمالي والانا التي تحمل كل تلك الصفات من عقل وطمير وحس جمالي وحس أخلاقي والانا غير الجسد تماماً وغير النفس الحيوانية التي تلتهب بالجوع والشبق الانا هي الذات العميقة المطلقة وعن طريق هذه الذات العميقة يشعر الإنسان بذلك الشعور العميق للحضور والكينونة والشقوس والمثول في العالم وبأنه هنا وبأنه كان دائماً هنا وهو شعور ثابت منتد لا يقرأ عليه التغير لا يتمن ولا يهزن ولا يمرض ولا يتصف بالزمن وليس فيه ماض وحاضر ومستقبل إنما هو آل مستمر لا ينصرم كما ينصرم الماضي وإنما يتمثل في شعور بالدوان في الدين ما هنا نوع آخر من الوجود لا يتصف بالصفات المادة فلا هو يترأ عليه التغير ولا هو يتحيز في المكان أو يتزامن بالزمان ولا هو يقبل الوزن والديع بالعبس نجد أن هذا الوجود هو الثابت الذي نقيص به المتغيرات والمطلق الذي نعرف به كل ما هو النسبي في عالم المادة وأصدق ما نصد به هذا الوجود أنه روحي وأن طبيعته روحية ولنا أن نسأل بعد ذلك أي الطبيعتين هي الإنسان حقا هل الإنسان بالحقيقة هو جسده أو روحه ولنعرف الجواد علينا أن نبحث أي الطبيعتين هي الحاكمة على الأخرى يقول لنا الماديون إن الإنسان هو جسد وإن الجسد هو الحاكم وإن كل ما ذكرت من عقل ومنطق وحس جمالي وحس أخلاقي وضمير وهذه التخريفة التي اسمها الذات والآن كل هذا ملحق بالجسد ثانوي عليه تابع له يأتمع بأمره ويقوم على خدمته ويتولى إشباع شهواته وأفوائه وهذا كلام إخواننا الماديين وهو خطأ فالحقيقة أن الجسد تابع وليس متبوع مأمور وليس آمرا ألا يجوع الجسد فنرفض إمداده بالطعام لأننا قررنا أن نصوم هذا اليوم لله ألا يتحرك بشهلة فنسجره ألا نصح في الصباح فيبدأ الجسد تلقائيا في تنفيذ خطة عمل وضعها العقل وصنف بلودها بندا بندا من ساعة إلى ساعة من التابع هنا ومن المتبوع ولحظة التضحية بالنفس حينما يضع سدائي حول جسده ويتقدم ليحطم الدبابة ومن فيها أين جسده هنا أين المصلحة المادية التي يحققها بموته ومن الذي يأمر الآخر إن الروح تقرر إعدام الجسد في لحظة مثالية تماما لا يمكن أن يفسرها مذهب مادي بأي مكسب مادي والجسد لا يستطيع أن يقاوم هذا الأمر ولا يملك أي قوة لمواجهته لا يملك إلا أن يتناشى تماما وهنا يظهر أي الوجودين هو الأعلى وأي قبيعتين هي الإنسان حقا وعندنا اليوم أكثر من دليل على أن الجسد هو الوجود الثانوي ما يجري الآن من حوادث البتر والفزدان وجرع الأعضاء وما نقرأه عن القلب الإلكتروني والكلية الصناعية وبنت الدم وبنت العيون ومخازم الإكسسوار البشري حيث يجري تركيب السيقان والأذرع والقلوب إلى هذه الدرجة يجري فك الجسم وتركيبه واستبداله دون أن يحدث شيء للشخصية لأن هذه الدرجة أو تلك الساق أو ذلك الشعر أو العين أو النعج كل هذه الأشياء ليست هي الإنسان فها هي توقل وتستبدل وتوضع مكانها بطاريات ومسامير وقطع من الألمنيوم دون أن يحدث شيء فالإنسان ليس هذه الأعضاء وإنما هو الروح جالسة على عجلة القيادة لتدير هذه المكينة التي اسمها الجسد إنها الإدارة التي يمثلها مجلس إدارة من خلايا المخ ولكنها ليست المخ فالمخ مثله مثل خلايا الجسد يصدع من أوامر التي تصدر إليه ويعبر عنها ولكنه في النهاية ليس أكثر من قفاز لها قفاز تلبسه هذه اليد الخفية التي اسمها الروح وتتصرف به في العالم المادي نفهم من هذه الشواهد كلها أن الإنسان له طبيعتان طبيعة جوهرية حاكمة هي روحه وطبيعة ثانوية زائلة هي جسده وما يحدث بالموت أن طبيعة الزائلة تلتحق بالزوان وطبيعة الخالدة تلتحق بالخلود فيلتحق الجسد بالتراب وتلتحق الروح بعالمها الباقي ولعشاق الفلسفة نقدم دليلا آخر على وجود الروح من الخاصية التي تتميز بها الحركة فالحركة لا يمكن رفضها إلا من خارجها لا يمكن أن تدرك الحركة وأنت تتحرك معها في نفس الفلك وإنما لابد من عتبة خارجية تقف عليها لترصدها ولهذا تأتي عليك لحظة وأنت في أسانسير متحرك لا تستطيع أن تعرف هل هو واقف أم متحرك لكأنك أصبحت قطعة واحدة معه في حركته لا تستطيع إدراك هذه الحركة إلا إذا نظرت من باب الأسانسير إلى الرصيد الثابت في الخارج ونفس الحالة في قطار يسير بنعومة على القطبة لا تدرك حركة مثل هذا القطار وأنت فيه إلا لحظة شروعه في الوقوف أو لحظة إطلالك من النافذة على الرصيد الثابت في الخارج وبالنسبة لا يمكنك رفض الشمس وأنت فوقها ولكن يمكنك رفضها من القمر أو الأرض كما لا يمكنك رفض الأرض وأنت تسكن عليها وإنما تستطيع رفضها من القمر لا تستطيع أن تحيط بحالة إلا إذا خرجت خارجها ولهذا ما كنا لنستطيع إدراك مرور الزمن لولا أن الجزء المدرك فينا يقف على عتبة منفصلة وخارجة عن هذا المرور الزمني المستمر أي على عتبة الخلوة ولو كان إدراكنا يقتز مع أقرب الثواني كل لحظة لم استطعنا أن ندرك هذه الثواني أبدا وننصرم إدراكنا كما تنصرم الثواني بدون أن نلاحظ شيئا وهي نتيجة مدهلة تعني أن هناك جزءا من وجودنا خارجا عن إقار المرور الزمني أي خالد هو الذي يلاحظ الزمن من عتبة سكون ويدركه دون أن يتورق فيه ولهذا لا يكبر ولا يشيخ ولا يهرم ولا ينصرم ويوم يسقط الجسد ترابا سوف يظل هذا الجزء على حاله حيا حياته القاصة غير الزمنية هذا الجزء هو الروح وكل منا يستطيع أن يحس بداخله هذا الوجود الروحي على صورة حضور وذيومة وشقوص وخيمونة مغايرة تماما للوجود المابدي المتغير المتقلب النابض مع الزمن خارجه هذه الحالة الداخلية التي نبركها في لحظات الصحو الباطني والتي أسميتها حالة حضور هي المستاح الذي يقوبنا إلى الوجود الروحي بداخلنا ويضع يدنا على هذا النغض الذي اسمه الروح ودليل آخر على طبيعتنا الروحية هو شعورنا الفطري بالحرية ولو كنا أجساما مادية ضمن إطار حياة مادية تحكمنا القوامين المادية الحتمية لما كان هناك معنى لهذا الشعور الفطري بالحرية لنا روح إذن تعلو على الزمن وتتخطى الموت وتتخطى الحتميات المادية ماذا عن البحث إذن؟ لم يعد أحد بعد الموت ليخبرنا ماذا جرى له ولم يأتي يوم البحث لنقدم دليلا ملموسا وشاهد عيا وكل ما يمكن قوله في موضوع البحث أنه حقيقة دينية يرجحها العقل والعلم لماذا يرجحها العقل والعلم؟ لأن شواهد الوجود وظاهره تشير جميعها إلى أنه لاك عودا على بد ودورة بكل شيء بعد النهار يأتي الليل ثم يعود من جديد فيأتي النهار الشمس تشرق ثم تغرب ثم تعود فتشرق الصيف والخريف والشتاء والربيع ثم تعود فتتكرر الدورة من جديد فيأتي الصيف ثم الخريف ثم الشتاء إلى آخر ذلك بعد اللقبة ونوم الليل نعود فنستيقظ من جديد وهذا يرجح أنه بعد رقود الموت هناك صحوة بعض لأن هناك عودا لكل شيء والله يسمي نفسه في القرآن المبدئ والمعيد كما بدأكم تعودون وقال تعالى يبدأ الخلق ثم يعيده ألا يدور كل شيء في فلك من الضرة إلى المجرة حتى الحضارات لها دورات والتاريخ له دورات هذا العود الأبدي في كل شيء موجح البحث الدليل الآخر على البحث هو النظام المحكم الذي ليس فيه بادرة خلل واحدة من أكبر المجرات حتى أصغر الضرات حتى الإلكترون الذي لا يرى نجد النظام والقانون يهيمن على كل شيء حتى الإلكترون المتناهن في الصفر لا يستطيع أن ينتقل من فلك إلى فلك في الضرة إلا إذا أعطى أو أخذ مقداراً من الطاقة نساوي حركته وكأنه راسب فطار لا يستطيع السفر إلى أي مكان بدون تذكرة فكيف نتصور في هذا النظام المحكم أن يحضب قاتل أو يفر ظالم من الجزاء لمجرد أنه ضل للوليس إن العقل يتصور أنه لابد سيلقى جزاءه حسما وأن هناك لابد عالماً آخر يسوى فيه الحساب هكذا يقول العدل ونحن مفطورون على تحر العدل وعلى حب العدل والبحث عن العدل ومحاولة تحقيق العدل ومع ذلك فالعدل في الدنيا أيه موجود وكما يقول أهل الفكر إذا كان الضمع إلى الماء يدل على وجود الماء فلابد أن الضمع إلى العدل يدل على وجود العدل فإن لم يكن موجوداً في دنيانا فلابد أن له يوماً وساعة تنصب فيها موازنه كل هذه مؤشرات تشير وترجح أن هناك بعثاً وحساباً وعالماً آخر والمؤمن الذي يصدق القرآن في غير حاجة إلى هذه الاستدلالات لأنه آمن بقلبه وأراح نفسه من الجدل يبقى بعد ذلك أن نسأل وما الروح؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلاً هي لغز ولا أحد يعلم عنها شيئاً والعجيب أنه كلما جاء ذكر الروح في القرآن ذكرت معه كلمة من أمر ربي ينكر الروح من أمره على من يشاء من عباده وقال تعالى ينسل الملائسة بالروح من أمره على من يشاء من عباده وقال تعالى فنسل الملائسة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا دائماً كلمة من أمرنا من أمره من أمر ربي كلما ذكرت الروح أيكون أمر الله روحاً وكلمة الله روحاً ألم يقل الله عن المسيح عليه السلام إنه كلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وإنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه الكلمة الأمر أروح هل هي ألفاظ مترادفة لمعنى واحد هي مجرد إشارات ولا أحد يعلم الحقيقة إلا العليم يبقى بعد ذلك سؤالك عن تحضير الأرواح وتحضير الأرواح عندنا أمر مشكوك فيه مشكوك فيه أن ظواهر الغرفة المظلمة سببها خضور روح فلان أو النهم ومفكر كبير مثل همري صدر يقول إن تلك الظواهر مصدرها العقل الباطن للوسيط والقوى الروحية للوسيط ذاته ولا شيء يحضر بالمرة ويقول المفكرون الهنوب إن النبي يتلبس الوسيط أثناء التخضير في أرواح سفلية تعرف بعض الأشياء عن الموتة وتستخدمها في السفية بعقول الموجودين والضحك عليهم ويقول السفية المسلمون إن الذي يحضر في تلك الجلسات ليس الروحة ولكن القرن وهو الجن الذي كان يصاحب الميت أثناء حياته وهو بحقن هذه الصحبة يعرف أسراره ولأن الجن معمر فإنه يبقى حيا بعد موت صاحبه وهو الذي يحضر الجلسات ويفشي أسرار صاحبه ويقلد صوته وعاداته ليسخر من الموجودين على عادة الجن في عدائهم للإنسان وهم يقولون إننا إذا دققنا جرس المكتب فإن الذي يحضر هو القادم أما السادة فإنهم لا يتركون عالمه ويحضرون بهذه الجلسات وبالمثل في عالم الأرواح فالذي يحضر في الجلسات ويهرج على الموجودين هي الأرواح السفلية والجن ومن في مستوىهم أما الأرواح البشرية فهي في عالم آخر هو عالم بأسه ولا يمكن استحضارها ولكنها قد تتصل بمن تحف في الحلم أو في اليقظة إذا توفرت الظروف الملائمة ومن الجلسات الكثيرة التي حضرناها ومما جمعنا من خبرة خاصة في هذا الموضوع نقول إنه لا يوجد بليل واحد على أن ضوافر الغرفة المظلمة سببها قدور الروح المطلوبة وربما كان رأي الصوفية المسلمين أكثر الآراء تفسيراً لما يخطب والمسألة ما زالت قيد البحث وللأسف الشعوجات في هذا الموضوع أكثر من الحقائق والكلمة الأخيرة لم تقل بعد ولا شك أنك سوف تضحك على كلمات من الجن والأرواح السفلية والقرين ولا تعذرك فإذا كنت لا تؤمن بروحك أنت فكيف يتوقع منك أن تؤمن بجنه وإذا كنت لا تؤمن بالله فكيف ينتظر منك أن تؤمن بشياطينه ومع ذلك لو كنت ولدت منذ مئة سنة وجاءك رجل محدثك عن أشعات غير منظورة تخرق الحديث وصور تنتقل في الهواء عبر المحيطات في أقل من ثانية ورائد فضاء يمشي على سراب القمر ألم تكن تضحك وتقع به وتستلقي على قفاك أضعاف ما تضحك الآن وتقول لنفسك هذا رجل هارب من مستشفى المجالين وما ذلك فيالها من حقائق من السمع وانتصر الآن الضمير قال صاحبي أنتم تتكلمون عن الضمير في تقليل كما لو كان شيئا مطلقا مع أنه أحد المصنوعات الاجتماعية قملة محاسية لا أكثر سكت ودمعت وثبثت في فرن التعاملات الاجتماعية وهو عندنا شيء تتغير أحكامه وضوابطه وسق المصالح الجارية والقيمة التي تفيد نقول عنها خيرا والقيمة التي تضر نقول عنها شرا ولو كانت هذه القيمة هي العثة التي تتمسكون بها كعيونكم كنت له في هدوء نعم هذا هو رأي الفلسفة المادية على ما أسمع إن الضمير صوتة زجر وردع نبتت من الدواء الاجتماعية مجرد تحصيل خبرة تتفاوت بين شخص وشخص وبين أصر وعصر وبين أمة وأمة هذا كلامكم ولكن الحقيقة غير ذلك الحقيقة أن الضمير الورو وضعه الله في الخبرة ومؤشر وذليل وضوصلة يولد بها تهدينا إلى الحقائق وكل دور الاكتساب الاجتماعي أنه يجنو مرآة هذه البوصلة ويصفل زجاجها ولنا على ذلك براهيم تؤيبنا وتشجب كلامكم انظر إلى عالم الحيوان حيث لا مجتمع ترى القطة تتبرج ثم تستدير لتعطي قضلاتها بالتراب في أي مجتمع قططي تعلمت القطة هذا الواجع وكيف ميزت بين القدارة والنضافة وأن تترى القطة تسرق السمكة فإذا ضبقتها وضربتها على رأسها فأطأت ونكست قطرها في إحساس واضح بالدم وتراها تنهو مع الأبثال في البيت فتفسر فاجة أثناء النعب فماذا يحدث إنها تجري في فجأة وتختبئ تحت الكراسي وقد أدركت أنها أخطأت كل هذه شواهد وملامح طمير وليس في مملكة القطة دواء لمشأة هذه المشاعر ولا نرى حتى مجتمعا قططيا من الأساس وتقاليد الوفاء الزوجي في الحمام ونبل الحصان في ارتباطه بصاحبه حتى الموت وكبرياء الأسد وترفعه عن الهجوم على فريسته من الخلف وخجل الجمل وتوقفه عن مضاجعة أنثى إذا وجد أن هناك عينا ترقبه ثم تلك الحادثة البليغة التي رآها جمهور المشاهدين في السرق القومي بالقاهرة خلما قفز الأسد على المدرد محمد الحلو من الخليف وأنشب مخالبه في كتفه وأعصابه بجرح قاتل وبقية الحادثة يرويها موظف السرق كيف امتنع الأسد عن الطعام وحبث نفسه في زنزانته لا يبرخها وكيف نقلوه إلى حديقة الحيوان وقدموا له أنثى لتروح عنه فضربها وطرجها وظن على صيامه ورفضه للطعام ثم انقض على يده الآثمة وظل يمزقها حتى نزف عمد حيوان ينتحر نجما وتكثيرا عن جريمته من أي مجتمع في دنيا السداع أخذ الأسد هذه التقانيب هل في مجتمع السداع أن اقتراس الإنسان جريمة تدعو إلى الانتحار نحن هنا أمام نبل وخلق وضمير لا نجده في بشر ونحن أمام فشل كامل للتفسير المادي وللتصور المادي لحقيقة الضمير ولا تفسير لما نراه سوى ما يقول هده من أن الضمير هو نور وضعه الله في فطرة وأن كل دور الاكتساد الاجتماعي أنه يجدو صد النفس فتشف عن هذا النور الإلهي وهذا هو ما حدث بين الأسد ومدربه المعاشرة والمحبة والمصاحبة فقلت تلك النفس الحيوانية فعيقبت ذلك القبس الرحمني فإذا بالأسد يحزن ويندم وينتحر كمدا كالبشر الحلال بين والحرام بين كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وكل ما نحن مطالبون به أن نجلو نفوسنا من رواش المادة ومن كتافة الشهوات فنبصر ونرى ونعرف ونميز بدون عكاز الخبرة الاجتماعية وذلك بنور الله الذي اسمه الضمير يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانها يقول الله في الحديث الكدسي للصوفي محمد بن عبد الجبار كيف تيأس مني وفي قلبك السفيري ومتحدثي الضمير حقيقة ثابتة والقيم الأخلاقية الأساسية هي بالمثل ثابتة فقتل البريد لن يصبح يوما ما فضولة وكذف سرقة والكذب وإذاء الآخرين والفحشاء والفجور والبداءة والغلبة والقسوة والنفاق والخيالة كل هذه نقائص خلقية وسوف تظلها كذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وكذلك سوف تظل المحبة والرحمة والصدق والحلم والعفو والإجسان فضائم ولن تتحول إلى جرائم إلا إذا فسدت السماوات والأرض وساد الجنون وانتعى العقل هل مناسك الحج وثنية قال صاحبي وهو يفرق يديه ارتياحا ويتسم ابتسامة خبيثة تبدي نواجده وقد لمعت عيناه بذلك البريد الذي يبدو في وجه الملاكن حينما يتأهب لتوجيه ضربة قاضية ألا تلاحظ معي أن مناسك الحج عندكم هي وثنية صريحة ذلك البناء الحجري الذي تسمونه الكعبة وتتمسحون به وتطنفون حوله ورجم الشيطان والهرولة بين الصفا والمروة وتقبيل الحجر الأسود وحكاية السبع طلطات والسبع رجمات والسبع هرولات وهي بقايا من خرافة الأرقام الطلسمية في الشعوذات القديمة وثوب الإحرام الذي تلبسونه على اللحن لا تؤخذني إذا كنت أجرحك بهذه الصراحة ولكن لا حياء في العين وراح ينفف دخان سجارته ببطء ويراقبني من وراء نظارته قلت في هدوء ألا تلاحظ معي أنت أيضا أن في قوامين المادة التي درستها أن الأصغر يطوف حول الأكبر الألكترون في الزرة يدور حول النواة والقمر حول الأرض والأرض حول الشمس والشمس حول المجرة والمجرة حول مجرة أكبر إلى أن نصل إلى الأكبر المطلق وهو الله ألا نقول الله أكبر أي أكبر من كل شيء وبالتالي وحسب قانونك العلم يجب أن يطوف حوله كل شيء وأنت الآن تطوف حوله ضمن مجموعتك الشمسية رغم عن ذلك ولا تنبك إلا أن تطوف فلا شيء ثابت في الكون إلا الله هو الصمد الصامد الساكن والكل في حركة حوله وهذا هو قانون الأصغر والأكبر الذي تعلمته في الفيزياء أما نحن فنطوف باختيارنا حول بيت الله وهو أول بيت اتخذه الإنسان لإبادة الله فأصبح من ذلك التاريخ السحيق رمزاً وبيتاً لله ألا تطوفون أنتم حول رجل محلط في الكريملي تعظمونه وتقولون إنه أثاد البشرية ولو عرفتم بشكسبير قبراً لتسابقتم إلى زيارته بأكثر مما نتسابق إلى زيارة قبر محمد عليه الصلاة والسلام ألا تضعون باقة ورد على نصد حجري وتقولون إنه يرمز من جندي مجهول فلماذا تلوموننا لأننا نلقي حجراً على نصد الرمزي نقول إنه يرمز إلى الشيطان ألا تعيش في هرولة من ميلادك إلى موتك ثم بعد موتك يبدأ ابنك الهرولة من جديد وهي النفس الرحلة الرمزية من الصفاء أو القوى أو القرار رمز للعدم إلى المروح وهو النبى الذي يرمز إلى الحياة والوجود من العدم إلى الوجود ثم من الوجود إلى العدم أليست هذه هي الحركة البندولية لكل المخلوقات ألا ترى في مناسك الحج تلخيصاً رمزياً عميقاً لكل هذه الأسرار ورقم سبعة الذي تشكرني دعني أسألك نسر في أن درجات السلة للموسيقي سبعة ثم بعد المقام السابع يأتي جواب الصون من جديد فلا نجد ثمانية وإننا نعود إلى سبع درجات أخرى وهل مجرى وكذلك درجات الطيف الضوئي سبعة وكذلك تدور الإكترونات حول نواة الدرة في طاقات سبع والجنين لا يكتمل إلا في الشهر السابع وإذا ولد قبل ذلك يموت وأيام الأسبوع عندنا وعند جميع أفراد جنس بشري سبعة أيام وضعوها كذلك دون أن يجلسوا ويتفقوا ألا يدل ذلك على شيء أم أن كل هذه العلوم هي الأخرى شعوذات طنسمية ألا تقبل خطابا من حبيبتك هل أنت وتنيه فلماذا تلوون إذا قبلنا ذلك الحجر الأسود الذي حمله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في ثوبه وقبله لا وتنيه في ذلك بالمرة لأننا لا نتجه بمناسك العبادة نحو الحجارة ذاتها وإنما نحو المعالي العميقة والرموز والذكريات إن مناسك الحج هي عدة مناسبات لتحريك الفكر وبعث المشاعر وإثارة التقوى في القلب أما ثوب الإحرام الذي نلبسه على اللح ونشترط أن لا يكون مقيقا فهو رمز للخروج من زيلة الدنيا وللتجرد التام أمام حضرة الخالق تماما كما نأتي إلى الدنيا في اللفة ونخرج من الدنيا في لفة وندقل القبر في لفة ألا تشترطون أنتم لبس البدل الرسمية لمقابلة الملك ونحن نقول إنه لا شيء يليق بجلال الله إلا التجرد وخلع جميع الزينة لأنه أعظم من جميع الملوك ولأنه لا يصلق في الوقفة أمامه إلا التواضع التامل والتجرد ولأن هذا التوبة البسيط الذي يلبسه الغني والفقير والمحراج والمليونير أمام الله فيه معنى آخر للأخوة رغم تفاوت المراكب والثروات والحج عندنا اجتماع عظيم ومؤتمر سنون ومثله صلاة الجمعة وهي المؤتمر الصغير الذي نلتقي فيه كل أسبوع هي كلها معاني جميلة لمن يفكر ويتأمل وهي أبعد ما تقول عن الوثنية ولو قد سنعي في عرفة بين عدة ملايين يقولون الله أكبر ويسلون القرآن بأكثر من عشرين لغة ويحتفون لبيك اللهم لبيك ويبكون ويذوبون شوقا وحبا لبكيت أنت أيضا دون أن تجري وذبت في جمع الغثير من الخلق وأحكست بذلك الفناء والخشوع أمام الإله العظيم مالك الملك الذي بيده مقاليد كل شيء لماذا لا يكون القرآن من تأليف محمد قال صاحبي وهو ينتقي عباراته لا أريد أن أجرحك فأنا أعلم اعتزاجك ذي القرآن وأنا معك في أنه كتاب قيم ولكن لماذا لا يكون من تأليف محمد إن رجلا في عظمة محمد لا يستغرب منه أن يضع كتابا في عظمة القرآن وسوف يكون هذا منطقيا أكثر من أن نقول إن الله أنزله فإنا لم نرى الله ينزل من السماء شيئا ونحن في عصر من الصعب أن نقنع فيه إنسانا بأن هناك ملكا اسمه جبريل نزل من السماء بكتاب ليوحي به إلى أحد قلت في هدوء بل نحن في عصر يسهل فيه تماما أن يصدق بأن هناك ملائكة لا ترى وبأن الحقائق يمكن أن تلقى إلى الإنسان وحيا فهم يتكلمون اليوم عن أقباط طائرة تنزل على الأرض من كواكب بعيدة وأشعة غير منظورة تقتل وأمواجا لا تلكية تحدد الأهداف وتضربها وصورا تتحول إلى دفذات في الهواء ثم تستقبل في أجهزة صغيرة كعلب التبر وكاميرات تصور الأشباح وعيونا ترى في الظلام ورجلا يمشي على القمر وسفينة تنزل على المريخ لم يعد غريبا أن نسمع أن الله أرسل ملكا خفيا من ملائكته وأنه ألقى بوحيه على أحد أنبيائه لقد أصبح وجود جبريل اليوم حقيقة من الدرجة الثانية وأقل عجبا وعرابة مما نرى ونسمع كل يوم أما لماذا لا نقول إن القرآن من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام فلأن القرآن بشكله وعباراته وحروبه ومحكوى عليه من علوم ومعارف وأسرار وجمال بلاغي ودقة لغوية هو مما لا يدخل في قدرة بشر أن يؤلفه فإذا عظفنا إلى ذلك أن محمد عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم في مدرسة ولم يختلف بحضارة ولم يضرح شبه الجزيرة العربية فإن احتمال الشك واحتمال الإلقاء هذا السؤال يغدو مستحيلا والله يتحجى المنكرين أنثالك ممن زعموا أن القرآن مؤلف قل فأتوا بصورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله استعينوا بالجن والملائكة وعباقرة الإنس وأتوا بصورة من مثله وما زال التحدي قائما ولم يأتي أحد بشيء وإذا نظرنا إلى القرآن في خياد وموضوعية فسوف نستبعد تماما أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام هو مؤلفه أولا لأنه لو كان مؤلفه لبث فيه همومه وأشجانه ونحن نراه في عام واحد يفقد زوجه خديجة وعنه أبا طالب ولا سند له في الحياة غيرهما وفجيعته فيهما لا تقدر ومع ذلك لا يأتي لهما ذكر في القرآن ولا كلمة وكذلك يموت ابنه إبراهيم ويذكيت ولا يأتي لذلك خبر في القرآن القرآن معزول تماما عن الذات المحمدية بل إن الآية لا تأتي مناقبة لما يفعله محمد وما يفكر فيه وأحيانا تنزل الآية معاكبة له كما حدث بصدد الأعمى الذي انصرف عنه النبي إلى أشراف قريش بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الدكرى وأحيانا تنزل الآية فتنتقض عملا من أعمال النبي ما كان لنبي أن يكون له أشرا حتى يسخن في الأرض تريدون عرب الدنيا والله يريد الآخرة لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وأحيانا يأمر القرآن محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يقول لأتباعه ما لا يمكن أن يقوله لو أنه كان يؤلف الكلام تأليفا قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم لا يوجد نبي يتقوع من تلقاء نفسه ليقول لأتباعه لا أدري ما يفعل بي ولا بكم لا أملك لنفسي برا ولا نفع ولا أملك لكم ضرا ولا نفع فإن هذا يؤدي إلى أن ينفض عنه أتباعه وقد اتخذ اليهود هذه الآية عذرا ليقولوا ما نفع هذا النبي الذي لا يدري ما يفعل به ولا بنا هذا رجل لا جدوى فيه مثل هذه الآيات ما كان يمكن أن يؤلفها النبي لو كان يضع القرآن من عند نفسه ثانيا لو نظرنا بعد ذلك في العبارة القرآنية لوجدنا أنها جديدة منفردة في رصها وبنائها ومعمارها ليس لها شبيه فيما سبق من أدب العرب ولا شبيه فيما أتى لاحقا بعد ذلك حتى لتكاد اللغة تنقسم إلى شعر ونتر وقرآن فنحن أمام كلام هو نسيج وحده لا هو بالنسر ولا بالشعر فموسيقى الشعر تأتي من الوزن ومن التقفية فنسمع الشاعر ابن الأدرس الأسدي ينشد أكثر من أهله عديده فليس يبدي ولا يعده هنا الموسيقى تخرج من التشطير ومن التقفية على الدان الممدودة فهي موسيقى خارجية أما موسيقى القرآن فهي موسيقى داخلية بسم الله الرحمن الرحيم والبحى والليل إذا سجى لا تشطير ولا تقفية في هذه العبارة البسيطة ولكن الموسيقى تقطر منها من أين إنها موسيقى داخلية اسمع هذه الآيات رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وهذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم قاها ما أنزلنا عليك القرآن بتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش السوى فإذا تناولت الآيات تحديدا تحول بناء العبارة ونحتها إلى جلامي بصخ وأصبح للإيقاع صلصلة لحاسية تصخ السمع إن أرسلنا عليهم مريحا فرفرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر كلمات مثل فرفرا ومنقعر كل كلمة كأنها جلمود صخ فإذا جاءت الآية لتروي خبرا هائلا كما في نهاية الطوفان تقاصرت العبارات وكأنها إشارات مورتس التلغرافية وأصبحت الآية كلها كأنها تلغراف مقتبد له وقع هائل وقيل يا أرض ضلعي الماء ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر هذا التلون في نحة الألقاب وفي بناء العبارة وفي إيقاع الكلمات مع المعاني والمشاعر يبلغ في القرآن ذروته ويأتي دائما منسابا لا تكلف فيه ولا تعمل ثالثا إذا مضينا في التحليل أكثر فإنا سنكتشف الدقة البالغة والإحكام المدهم كل حرف في مكانه لا تقديم ولا تأخير لا تستطيع أن تضع كلمة مكان كلمة ولا حرف مكان حر كل لفظة تم اختيارها من مليون لفظة بميزان دقيق وسنرى أن هذه الدقة البالغة لا مثيل لها في التأليم انظر إلى هذه الكلمة لواقح وأرسلنا الرياح لواقح وكانوا يفسرونها في الماضي على المعنى المجازي بمعنى أن الرياح تثير السحب فتسقط المطر فيلقح الأرض بمعنى يخصبها ثم عرفنا اليوم أن الرياح تسوق السحب إيجابية التكهرب وتلقي بها في أحضان السحب سالبة التكهرب فيحدث البرق والرعد والمطر وهي بهذا المعنى لواقح أيضا ونعرف الآن أيضا أن الرياح تنقل حبوب اللقاح من زهرة إلى زهرة فتلقحها بالمعنى الحرفي فها نحن أمام كلمة فادقة مجازيا وحرفيا وعلميا ثم هي بعد ذلك جميلة ثنية وأدبية وذات إيقاع الحجوم هنا نرى منتهى الدقة في انتقاء اللفظة ونحتها وفي آية أخرى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْلَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ الْنَاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ كلمة تُدْلُوا مع أن الحاكم الذي تلقى إليه الأموال في الأعلى وليس في الأسفل لا إن القرآن يصحح الوضع فاليد التي تأخذ الرشوة هي اليد السفلة وَلَوْ كَانَتْ يَذَا الْحَاكِمِ وَمِنْ هُنَا جَاءَتْ كَلِمَةِ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتُعَبِّرَ فِي بَلَاغَةٍ لَمَثِيلَ لَهَا عن دناءة المرتشي والسفلته وفي آية الجهاد مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفُرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِسْتَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ القرآن يستعمل كلمة اتساقلتم بدلا من تتاقلتم يدمج الحروف إدماجا وينثقها إلثاقا ليعبر عن جبن الجبناء الذين يلتفقون بالأرض ويتربسون فيها من القوت إذا دعوا إلى القتال فجاءت حروف الكلمة بالمثل متربسة وفي آية قتل الأولاب من الفقر نراها جاءت على صورتي وَلَتَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ والآية الأخرى وَلَتَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ والفرق بين الآيتين لم يأتي اعتباطا وإنما جاء لأسباب محسوبة فحينما يكون القتل من إملاق في الحاضر فيقول نحن نرزقكم وإياهم وحينما يكون قتل الأولاد خشية إلا فإلا معناه أن الفقر هو احتمال في المستقبل وبهذا تشير الآية إلى الأبناء فتقول نحن نرزقهم وإياكم مثل هذه الفروق لا يمكن أن تخطر على ذال مؤلف وفي حالات التقديم والتأخير نجد دائما أنه لحكمة نجد أن السارقة مقدم على السارقة في آية السارقة بينما الزانية مقدمة على الزاني في آية الزنة وذلك لسبب واضح إن الرجل أكثر إيجابية في السارقة أما في الزنة فالمرأة هي التي تأخذ المبادرة من لحظة وقوفها أمام المرأة تضع البارفان ولمسات التوليد وتختار الفستان أعلى الرقبة فإنها تنصب الفخاخ للرجل الموعود الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جهزة وقال تعالى والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما وبالمثل تقديم السمع على البصر في أكثر من ستة عشر مكانا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة أسمع بهم وأبصر إن السمع والبصر والأؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دائما السمع أولا ولا شك أن السمع أكثر إرخافا وكمالا من البصر إننا نسمع الجن ولا نرى والأنبياء سمعوا الله وكلموه ولم يره أحد وقد تلقى محمد عليه الصلاة والسلام القرآن سمعا والأم تميز بكاء ابنها في الزحام ولا تستطيع أن تميز وجهه والسمع يصاحب الإنسان أثناء النوم فيظل صاحيا بينما تنام عينا ومن حاول تشريح جهاز السم يعلم أنه أعظم دقة وإرهافا من جهاز البصر وبالنسب تقديم المال على الولد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب فليم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم لن تغني عنهم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا وأولئك أصحاب نارهم فيها خالدون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبني نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولفو وزيلة وتفاخر بينكم وتتاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته والأمثلة على هذا التقديم كثيرا والسر أن المال عند أكثر الناس أعز من الولد ثم الدقة والخفاء واللطف في الإعراض انظر إلى هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما مرة عملت الطائفتان على أنهما جمع اقتتلوا ومرة على أنهما مثنى فأصلحوا بينهما والسر لقيف فالطائفتان في القتال تلتحمان وتصبحان جمعا من الأدرع المتضاربة بينما في الصلح تنفصلان إلى اثنين وترسل كل واحدة عنها مندوبة ومن هنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما حتى حروف الجر والوصل والأرض تأتي وتمتنع في القرآن لأسباب عميقة وبحساب دقيق محكم مثلا تأتي كلمات يسألونك في أماكن عديدة من القرآن يسألونك ماذا ينفقون قل الأب يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج دائما الجواب بكلمة قل ولكنها حين تأتي عن الجبال يسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نفسا هنا لأول مرة جاءت فقل بدلا منكم والسبب أن كل الأسئلة السابقة كانت قد سئلت بالفعل أما سؤال الجبال فلم يكن قد سئل بعد لأنه من أسرار القيامة وكأنما يقول الله فإذا سألوك عن الجبال فقل فجاءت الآية زائدة لسبب محسوم أما في الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة بداعي هنا لا ترد كلمة قل لأن السؤال عن ذات الله والله أولى بالإجابة عن نفسه كذلك الضمير أنا ونحن يتكلم الله بضمير الجمع حينما كان التعبير عن فعل إلهي يشترك فيه نجموع الصفات الإلهية كالخلق وإنزال القرآن وحفره إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نحن خلقناكم فلولا تصدقون إن أنزلناه في ليلة القجر أفرأيتم ما تنون أأنتم تخلقونه أن نحن الخالقون نحن خلقناه وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديها ونحن هنا تعبير عن جمعية الصفات الإلهية وهي تعمل في إبداع عظيم مثل إبداع الخلق أما إذا جاءت الآية في مقام مخاطبة بين الله وعبده كما في موقف المكالمة مع موسى تأتي الآية بضمير المفقد إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الله يقول أنا لأن الحضرة هنا حضرة ذات وتنبيها منه سبحانه على مسألة التوحيد والوحدانية في العبادة ونجد مثل هذه الدقة الشديدة في آيتين متشابهتين عن الصبر تفترق الواحدة عن الأخرى في حرف الله يقول لقمان لولده واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وفي آية أخرى عن الصبر نقرأ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور الصبر في الأولى من عزم الأمور وفي الثانية لمن عزم الأمور وسر التوكيد باللان في الثانية أنه صبر مضاعف لأنه صبر على عدوان بشري لك فيه غريب وأنت مطالب فيه بالصبر والنطرة وهو أمر أشد على النفس من الصبر على القضاء الإلهي الذي لا حيلة فيه ونفس هذه الملاحبة عن اللام نجدها مرة أخرى في آيتين عن إنزال المطر وإنبات الزرع أفرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون وفي آية ثانية أفرأيتم ما تحرثون فأنتم تزرعونه أن نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون في الآية الأولى جعلناه أجاجا وفي الآية الثانية لجعلناه خطاما والنام جاءت في الثانية بضرورة التوكيد لأن هناك من سوف يدعي بأنه يستطيع أن يطلف الزرع كما يطلفه الخالق ويجعله خطاما بينما لن يستطيع أحد من البشر أن يدعي أن في إمكانه أن ينزل من سحب السماء مطرا مالحا فلا حاجة إلى توكيد بالله ونفس هذه الدفقة نجدها في وقف إبراهيم لربه في القرآن بأنه الذي يميتني ثم يخيه والذي هو يطعمني ويسقين فجاء بكلمة هو حينما تكلم عن الإطعام ليؤكد الفعل الإلهي لأنه سوف يدعي الكل أنهم يطعمونه ويسقونه بينما لي الدعي أحد بأنه يميته ويخيه كما يميته الله ويخيه ونجد هذه الدقة عبا فيما يخاطب القرآن المسلمين قائلا اذكروني أذكركم ويخاطب اليهود قائلا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فاليهود ماديون لا يذكرون الله إلا في النعمة والفائدة والمصلحة والمسلمون أكثروا شفافية ويصهمون معنى أن يذكر الله لذاته لا لمصلحة وبنفس المعنى يقول الله للخاصة من أولي الأنذات اتقوني يا أولي الأنذات ويقول للعوام اتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة لأن العوام لا يردعهم إلا النار أما الخاصة فهم يعلمون أن الله أقوى من كل نار وأنه يستطيع أن يجعل النار بردا وسلاما إن شاء ونجد مثل هذه الدقة البالغة في اختيار اللفت في كلام إبليس حينما أقسم على ربه قائلا فبعزتك لأغويلنهم أجمعين أقسم إبليس بالعزة الإلهية ولم يقسم بغيرها فأثبت بذلك علمه وذكاءه لأن هذه العزة الإلهية هي التي اقتبت السرناء الله عن خلقه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليغفر وليضر الله شيئا فهو العزيز عن خلقه الغني عن العالمين ويقول الله في حديثه القدسي هؤلاء في النار ولا أبالي وهؤلاء في الجنة ولا أبالي وهذا مقتبى العزة الإلهية وهي الثغرة الوحيدة التي يدخل منها إبليس فهو بها يستطيع أن يضل ويوسوس لأن الله لن يقهر أحدا اختار الكفر على الإيمان ولهذا قال فبعزتك لأهينهم أجمعين لأقدن لهم صراطك المستقيم ولأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ذكر الجهات الأربع ولم يذكر من فوقهم ولا من تحتهم لأن فوق الربودية وتح توابع العبودية ومن لزم مكانه الأدمى من ربه الأعلى لم يستطع الشيطان أن يدخل عليه ثم ذكر إبليس أن مقعده المفضل للإغواء سوف يكون الصراط المستقيم على طريق الخير وعلى سجادة الصلاة لأن تارك الصلاة والسكير والعربيد ليس في حاجة إلى إبليس ليضله فقد تكثلت نفسه بإبناله إنه إنسان حريب وإبليس بالصندكي لا يحب أن يضيع وقته بأن يحوم حول الولوط الخريبة مثل آخر من أنثلة الدقة القرآنية نجده في سبق المغفرة على العذاب والرحمة على الغضب في القرآن فالله في الفاتحة هو الرحمن الرحيم قبل أن يكون مالك يوم الدين وهو دائما يوصف بأنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء تأتي المغفرة أولا قبل العذاب إلا في مكانين في آية قطع اليد يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء لأن العقوبة بقطع اليد عذاب دنيوي تليه مغفرة أخروية وفي كلام إيسى يوم القيامة عن المشركين الذين عبدوه من دون الله فيقول لربه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فلا يقول فإنك أنت الغفور الرحيم تأذبا ويذكر لهم العذاب قبل المغفرة لعظم الإثم الذي وقعوا فيه ونجد هذه الدقة القرآنية مرة أخرى في تناول القرآن للزمن فالمستقبل يأتي ذكره على لسان الخالق على أنه ماضي فأحداث يوم القيامة ترد كلها على أنها ماضي ونفخ في الصور وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وضرزت الجحيم للغاوين وعرضوا على ربك ففا والسر في ذلك أن كل الأحداث حاضرها ومستقبلها قد حدثت في علم الله وليس عند الله زمنا يحجب عنه المستقبل فهو سبحانه فوق الزمان والمكان ولهذا نقرأ العبارة القرآنية أحيانا فنجد أنها تتحدث عن زمانين مختلفين وتبدو في ظاهرها متناقضة مثل أتى أمر الله فلا تستعجله فالأمر قد أتى وحدث في الماضي لكن الله يخاطب الناس بأن لا يستعجله كما لو كان مستقبلا لم يحدث بعد والسر كما شرحنا أنه حدث في علم الله لكنه لم يحدث بعد في علم الناس ولا تناقض وإنما دقة وإحسام وخفاء واستسرار وصدق في المعالي العميقة هذه بعض الأمثلة للدقة البالغة والنحس المحكم في بناء العبارة القرآنية وفي اختيار الألقاب واستخدام الحروف لا زيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير إلا بحساب وميجان ولا نعرف لذلك مثيلا في تأليف أو كتاب مؤلف ولا نجده إلا في القرآن أما لمحات العلم في القرآن وعجائب الآيات الكونية التي أتت بالأسرار والخطايا التي لم تكتشف إلا في عصرنا والتي لم يعرفها محمد عليه الصلاة والسلام ولا عصره فهي موضوع آخر يقول وله جلسة أخرى القرآن لا يمكن أن يكون مؤلفا قلت للصديقي ربما كان حديث اليوم أن لمحات العلم في القرآن أكثر إثارة لعقلك العلمي من جلسة سابقة فما كان الفلك الحديث ولا علوم الزرة ولا علوم الديولوجيا والتشريف معروفة حينما نزلت الآيات الكونية في القرآن منذ أكثر من 1300 سنة لتتكلم عن السماوات والأرض والنجوم والكواكب وخلق الجميع وتكوين الإنسان بما يتفق مع أحدث العلوم التي جاء بها عصرنا ولم يتعرض القرآن بهذه الموضوعات لتفصيل الكتاب العلمي المتخصر لأنه جاء في المقام الأول كتاب عقيدة ومنهج وتشريع ولو أنه تعرض لتلك الموضوعات لتفصيل ووضوح لخدم العرب بما لا يفهمونه ولهذا نجأ إلى أسلوب الإشارة والونضح لتفسرها علوم المستقبل وفشوقه بعد ذلك بمئات السنين وتظهر للناس جيلا بعد جيلا كآيات ومعجزات على صدق نزول القرآن من الله الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفد ربك أنه على كل شيء شهيد لأنهم لم يكفوا بشهادة الله على كتابه فأصبح من الضروري أن نريه من ذلك في الآيات الكاشفة حكذا يقول الله في كتابه ومازال القرآن يفشف لنا يوما بعد يوم مزيدا من تلك الآيات العجيزة حول كروية الأرض جاءت هذه الآيات الصريحة التي تستخدم لفظة تكوير لتصف انزلاق الليل والنهار كنصفي كرة يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ثم الآية التي تصف جحو الأرض والأرض بعد ذلك دحاها ودحا هي الكلمة الوحيدة في القرموس التي تعمل بسط والتكوير معا والأرض كما هو معذوم مبسوطة في الظاهر ومكورة في الحقيقة بل هي أشبه بالجحية البيضة في تكويرها ثم نقع إشارة أخرى صريحة عن أن الجبال تسبح في الفضاء وبالتالي فالأرض كلها تسبح في جبالها حيث هي والجبال كتلة واحدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاق صنع الله الذي أتقن كل شيء فالجبال التي تبدو جامدة ساكنة هي في الواقع سابحة في الفضاء وتشفيه الجبال بالسحب فيه لمحة أخرى عن التكوين الحش للمادة التي نعرف الآن أنها مؤلفة من ذرات كما أن السحب مؤلفة من قطيرات ثم الكلام عن تواقع الليل والنهار دون أن يشبق أحدهما الآخر من مبدأ الخلق إلى نهايته للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار إشارة أخرى إلى كروية الأرض حيث بدأ الليل والنهار معا وفي وقت واحد منذ بدء الخليقة كنصي كرة ولو كانت الأرض مسطحة لتعاقب النهار والليل الواحد بعد الآخر بالضرورة ثم تأتي القيامة والأرض في ليل ونهار في وقت واحد كما كانت يوم البد حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الآن وفي قوله ليلا أو نهارا تأكيد لهذا التواقض الذي لا تسير له إلا أن نصف الأرض محجوب عن الشمس ومظلم والآخر مواجه للشمس ومضيء بحكم كونها كروية ولو كانت مسطحة لكان لها في كل وقت وجه واحد ولا ما صح أن نكون ولا الليل سابق النهار ثم تعدد المشارق والمغارب في القرآن فالله يوصف بأنه رب المشارق والمغارب ورب المشرقين ورب المغربين ولو كانت الأرض مسطحة لكان هناك مشرق واحد ومغرب واحد يقول الإنسان بشيطانه يوم القيامة يليت بيني وبينك بعد المشرقين ولا تكون المسافة على الأرض أبعد ما تكون بين مشرقين إلا إذا كانت الأرض كروية ثم الكلام عن السماء بأن فيها مسارات ومجالات وطرق والسماء ذات الحبوك والحبوك هي المسارات والسماء ذات الرجع أي أنها ترجع كل ما يرتفع فيها إلى الأرض ترجع بخار الماء مطرا وترجع الأجسام بالجالبية الأرضية وترجع الأمواج الباسلكية بنعكاسها من طبقة الأينوسفير كما ترجع الأشعة الحرارية تحت الحمراء معقوسة إلى الأرض بنفس الطريقة فتدفئها في الليل وكما تعكس السماء ما ينقذف إليها من الأرض تنتص وتعكس وتشتت ما ينقذف إليها من العالم الخارجي وبذلك تحمل أرض من قذائف الأشعة الكونية المميتة والأشعة فوق البنسجية القاتلة فهي تتصرف كأنها سق وجعلنا السماء سقفا محفوظا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وهما يعرف الآن باسم تمدد الكون المضطرد وكان مثقال الزرة يعرف في تلك الأيام بأنه أصغر مثقال وكانت الزرة توصف بأنها جوهر فرد لا ينقسم فجاء القرآن ليقول بمثاقيل أصغر تنقسم إليها الزرة وكان أول كتاب يذكر شيئا أصغر من الزرة لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر كل هذه لمحات كاشفة قاطعة عن حقائق مذهلة مثل كروية الأرض وطبيعة السماء والزرة وهي حقائق لم تكن تخطر على بال عاقل أو مجنون في هذه العصر البائت الذي نزل فيه القرآن ثم بصيرة القرآن في تكوين الإنسان وكلامه عن النبفة المنوية وانفرادها بتحفيد جنس المولود وأنه خلق الزوجين الزكرة والأنت من نبفة إذاتنا وهي حقيقة بيولوجية لم تعرف إلا هذا الزمان ونحن نقول الآن إن رأس الحيوان المنوي هو وحده الذي يحتوي على عوامل تحفيد الجنس وتسوية البنان بما فيه من رسوم البصمات التي أوردها الله في مجال التحدي عن البعث والتجسيد أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل سوف نجسد حتى ذلك البنان ونسويه كما كان وفي ذلك لست إلى الإعجاز الملخوط في تسوية البنان بحيث لا يتشابه فيه إثنان وأهم البيوت في القرآن هو بيت العنكبوت لم يقل الله خيط العنكبوت بل قال بيت العنكبوت وخيط العنكبوت كما هو معلوم أقوى من مثيله من الصلق أربع مرات إنما الوهن في البيت لا في الخيط حيث يكون البيت أسوأ ملجأ لمن يحتوي فيه فهو مسيدة لمن يقع فيه من الزوار الغرباء وهو مقتل حتى لأهله فالعنكبوت الأنسى تأكل زوجها بعد التلقيه وتأكل أولادها عند الفقر والأولاد يأكل بعضهم بعضا إن بيت العنكبوت هو أبلغ مثال يضرب عن سوء الملجأ وسوء المطير وهكذا حال من يلجأ لغير الله وهنا بلاغة الآية مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وجاءت خاتمة الآية إبارة لو كانوا يعلمون إشارة إلى أنه علم لن يظهر إلا متأخرا ومعلوم أن هذه الأسرار البيولوجية لم تظهر إلا متأخرا كذلك نجد في صورة الكهف ونبث في كهفهم ثلاثمائة سنين واجداد تسعة ونعرف الآن أن ثلاثمائة سنة بالتقوين الشمسي تساوي ثلاثمائة وتسعة بالتقوين القمر باليوم والدقيقة والثانية وفي صورة مريم يحكي الله تبارك وتعالى عن مريم وكيف جاءها المخاض فآوت إلى جذع النخلة وهي تتمنى الموت فلاداها المنادي أن تهزى بجذع النخلة وتأكل ما يتساقط من رطب جميل فعجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نفسيا منسية فناداها من تحتها ألا تحذني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلة فكلي واشربي وقري عينا ولماذا الرطب؟ إن أحدث بحث علمي عن الرطب يقول إن فيه مادة قابضة للرحم تساعد على الولادة وتساعد على منع نزيف بعد الولادة وإن فيه مادة ملينة ومعلوم طبيا أن الملينات النباتية تفيد في تسهيل وتأمين عملية الولادة بتنظيفها من قلع إن الحكمة العلمية لوصف الرطب وتوقيت تناول الرطب مع مخاض الولادة فيه دقة علمية واضحة هذه الأمثلة من الصدق العلمي والصدق المجازي والصدق الحرقي هو ما أشار إليه الله سبحانه وصف من القرآن بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبأنه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اختلافا بين الآيات وبين بعضها بمعنى تناقضها واختلافا عن الحقائق الثابتة التي سوف يكشفها العلم وكلا الاختلافين نجده دائما في الكتب المؤلفة ولهذا يحرص المؤلف على أن يضيف أو يحذف أو يعدل كلما أصدر صبعة جديدة من كتبه ونرى النظريات تتلو بعضها البعض مكذبة بعضها البعض ونرى المؤلف أن نحن كان من الدقة يقع في التناقض وهي عيوب لا نجدها في القرآن وهو بعد ذلك معجزة لأنه يخبرك عن ماضي لم يؤرع ويتنبأ بمستقبل لم يأتي وقد صدقت مبوآت القرآن المتعددة عن انتصار الروم بعد عزيمتهم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في ببع سنين وبطأ في اللغة هي ما بين ثلاث وترثة وقد جاء انتصار الروم بعد سبع سنين وعن انتصار بدر سيهزم الجمع ويولون الدبر وعن رؤيا دخول مكة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وقد كان وما زالت في القرآن نبوآت نراها تتحقق أمام أعيننا فهذا إبراهيم يدعو ربه ربنا إني أسكنت من بريتي بواز غير ذي سرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تخوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون لقد دعا ذي الرزق لهذا الواد الجديد ثم جاء وعد الله لأهل مكة بالرقاء والغنى حينما أمرهم بمنع المشركين من زيارة البيت فخافوا الضوار الاقتصادي والكساب وكان أهل مكة يعتمدون في رواجهم على حج البيت فقال ليطمئنهم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله وهو ععد نراه الآن يتحقق أمامنا في البترون الذي يتدفق من الصحراء بلا حساب وتتفع أسعاره في جنون يوما بعد يوم ثم في كنز اليورانيوم التي تخفيها تلك الصحارة بما يضمن ذهرها إلى نهاية الزمان ثم هو يقدم لنا الكلمة الأخيرة في السياسة والأخلاق ونظم الحكم والحرب والسلم والاقتصاد والمجتمع والزواج والمعاشرة ويشرع لنا من محكم الشرائع ما يسبق به نفاق حقوق الإنسان كل ذلك في أسلوب منفرد وعبارة شامخة ودنيان جمالي وبلاغي هو نسيج وحده في تاريخ اللغة سأل ابن عربي عن سر إعجاز القرآن فأجاب بكلمة واحدة هي الصدق المطلق فكلمات القرآن صادقة صدقا مطلقا بينما أقصى ما يستطيعه مؤذف هو أن يصل إلى صدق نسبي وأقصى ما يطمع فيه كاتب هو أن يكون صادقا حسب رؤيته ومساحة الرؤية دائما محدودة ومتغيرة من عصر إلى عصر كل واحد منا يحيط لجانب من الحقيقة وتفوته جوانب ينظر من زاوية وتفوته زوايا وما يصل إليه من صدق دائما صدق نسبي أما صاحب العلم المخيط والبصر الشامل فهو الله وحده هو وحده القادر على الصدق المطلق ولهذا نقول على القرآن أنه من عند الله لأنه أصاب صدق المطلق في كل شيء سألوا محمدا عليه الصلاة والسلام عن القرآن فقال فيه نبأوا ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبروا ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل وهو الذكر الحكيم وهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم من تركه من جدار أصمه الله ومن اتغى الهدى في غيره أضله الله وهو الذي لا تنتبس به الألسن ولا تزيغ به العقول ولا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه هذا هو كتابنا يا صديقي ولهذه الصفات مجتمعة لا يمكن أن يكون مؤلفا شكوك قال صاحبي تقول إن القرآن لا يتناقض مع نفسه فما بالك بهذه الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقفر والآية الأخرى التي تنقضها وما تشاءون إلا أن يشاء الله ثم نجد القرآن يقول عن حساب المذنبين إنهم سوف يسألون ستكتب شهادتهم ويسألون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ومرة أخرى يقول ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وأنهم سوف يعرفون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأخدام ومرة يقول إنه لا أحد سوف يشد وثاق المجرم ولا ينسق وثاقه أحد بمعنى أن كل واحد سوف يتكفل بتعذيب نفسه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ومرة يقول ثم في فلسلة ذرعوها سبعون جراء فاسلكوه قلت له هذه ليست تناقضات ولنفكر فيها معا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكبر آية صريحة تشير إلى حرية العبد واختياره ولكن هذه الحرية لم نأخذها من الله غصبا وغنابا وإنما أعطاها لنا الله بمشيئته فتأتي الآية الثانية لتشرح ذلك فتقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله أي أن حرية العبد ضمن مشيئة الرب وليس ضدها أي أن حرية العبد يمكن أن تناقض الرضا الإلهي فنختار المعصية ولكنها لا يمكن أن تناقض المشيئة فهي تظل دائما ضمن المشيئة ولو خالفة الرضا وهي نقطة دقيقة شرحناها في موضوع المخير والمسير وقلنا إن التسير الإلهي هو عين التخير لأن الله يختار للعبد من جنس نيته وقلبه ومعنى ذلك أنه يريد للعبد لس ما أراد العبد لنفسه بنيته واختيار قلبه أي أن العبد مسير إلى مختار ومعنى ذلك أنه لا إكراهة وأنه لا ثنائية ولا تناقض وأن التسير هو عين التخير وهي مسألة من أدق المسائل في تهم لغس المخير والمسير وما تسميه أن تتناقضا هو في الحقيقة جلاء ذلك السر أما الآيات الواردة عن الحساب فإن كل آية تعني طائفة مختلفة فهناك من سوف يسأل وتطلب شهادته وهناك من ستكون ذنوبه من الكثرة بحيث تطفح على وجهه وهؤلاء هم الذين سوف يعرفون بسيناهم فيأخذوا بالنواصي والأقدام وهناك المعامد المنكر الذي سوف تشهد عليه يداه ورجلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يصبون وهناك من سيكون حسيبا على نفسه يعذبها بالندم ويشد وثاقها بالحسرة وهو الذي لا يتق وثاقه أحد وهناك أكابر المجرمين الجبارين الذين سوف يقذبون على الله وهم يواجهونه ويحلفون الكذب وهم في الموقف العظيم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون وعؤلاء هم الذين سوف يصحبون على وجوههم ويثقون في السلاسل وأبو حامد الغزالي يفسر هذه السلاسل بأنها سلاسل الأسباب وما رأيك في كلام القرآن عن العلم الإلهي إن الله عنده علم ساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تقصد غدا وما تدري نفسه بأي أرض ثم يقول القرآن إن الله اختص نفسه بهذا العلم لا يعلمه غيره وعنده مفاتح الغيب لا يعلم فا إلا هو فما ذلك الآن بالطبيب الذي يستطيع أن يعلم ما في الأرحام ويستطيع أن يتنبأ إن كان ذكرا أم أنثى وما ذلك بالعلماء الذين أنزلوا المطر الصناعي بالأساليب الكيمائية قلت له لم يتكلم القرآن عن إنزال المطر وإنما عن إنزال الغيب وهو المطر العزير الكثير الذي ينزل بكميات تكفي لتغيير مطير أمة وإغاثتها ونقلها من حال الجذب إلى حال الخصب والرخاء والمطر بهذه الكميات لا يمكن إنزاله بتجربة أما علم الله لناس الأرحام فهو علم كل محير وليس فقط علما لجنس المولود هل هو ذكر أم أنثى وإنما علم بمن يكون ذلك المولود وما شأنه وماذا سيفعل في الدنيا ومتاريخه يوم يولد إلى يوم يموت وهو أمر لا يستطيع أن يعلمه طبي قال لي وما حكاية كرسي الله الذي تقولون إنه وسع السماوات والأرض وأرش الله الذي يحمله ثمانيا قلت له إن عقلك يسع السماوات والأرض وأنت البشر الذي لا تذكر فكيف لا يسعها كرسي الله والأرض والشمس والكواتب والنجوم والمجرات محمولة بقوة الله في الفضاء فكيف تعجب لحمل عرش قال لي وما هو الكرسي وما العرش فأجبتك قل لي ما الإلكترون أقول لك ما الكرسي قل لي ما الكهرباء قل لي ما الجاذبية قل لي ما الزمان إنك لا تعرف ما هي فأي شيء لتسألني ما الكرسي وما العرش إن العالم مريء بالأسرار وهذه بعض أسراره قال لي والنملة التي تكلمت في القرآن وحذرت بقية النم من قدوم سليمان وجيشه قالت نملة يا أيها النم دخلوا مساكنكم لا يحط نملكم سليمان وجنوده فأجبتك لو قرأت القليل عن علم الحشرات الآن لما سألت هذا السؤال إن علم الحشرات حاسد بدراسات مستفيدة عن لغة النم ولغة النح ولغة النم الآن حقيقة مؤكدة فما كان من الممكن أن تتوزع الوضائف في خلية من مئات الألوف ويتم التنظيم وتنقل الأوامر والتعليمات بين هذا الحشد الحاشد لولا أن هناك لغة بالتفاهم ولا محل للعجب في أن نمدة عرفت سليمان ألم يعرف الإنسان الله قال وكيف ينحو الله ما يكتب في لوح قضائه ينحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أيخطئ ربكم كما نخطئ في الحساب فننحو ونثبت أن يراجع نفسه كما نراجع أنفسنا الله ينحو السيئة بأن يلهمك بالحسنة ويقول في كتابه إن الحسنات ينهبنا السيئات ويقول عن عباده الصالحين وأوحينا إليه فعل الخيرات وإقامة صلاة وإيتاء الزكاة وبذلك ينفو الله دون أن ينفو وهذا سر الآية وما رأيك في الآية وما خلقت جن والإنس إلا ليعبدون هل كان الله في حاجة بعبادتنا قلت له بل نحن المحتاجون لعبادته هل تعبد المرأة الجميلة حظا في أمر تكليف أم أنك تتلذذ بهذا الحظ وتنتشي وتسعد لتذوقك لجمالها كذلك الله وهو الأجمل من كل جميل إذا عرفت جلاله وجماله وقدره عبدته ووجدت في عبادتك له غاية السعادة والنشوة إن العبادة عندنا لا تكون إلا عن معرفة والله لا يعبد إلا بالعلم ومعرفة الله هي ذروة المعارف كلها ونهاية رحلة طويلة من المعارف تبدأ منذ ميلاد وأول ما يعرف الطفل عند ميلاد هو سدي أمه وتلك أول لذة ثم يتعرف على أمه وأبيه وعائلته ومجتمعه وبيئته ثم يبدأ في استغنال هذه البيئة لمنفعته فإذا هي سدي آخر كبير يدر عليه التراء والمغالم والملذات فهو يخرج من الأرض الزهب والماش ومن البحر المآلئ ومن الزرع الفواكه والثمار وتلك هي اللذة الثانية في رحلة المعرفة ثم ينتقل من معرفته لبيئته الأرضية ليخرج إلى السماوات ويبع رجله على القمر ويطلق سفائنه إلى المريخ في ملاحة نحو المجهول ليستمتع بلذة أخرى أكبر هي لذة استطلاع الكون ثم يرجع ذلك الملاح ليسأل نفسه ومن أنا الذي عرفت هذا كله ليبدأ رحلة معرفة جديدة إلى نفسه بهدف معرفة نفسه والتحكم تطاقاتها وإداراتها بصالحه وصالح الآخرين وتلك لذة أخرى ثم تكون ذروة المعارف بعد معرفة النفس هي معرفة الرق الذي خلق تلك النفس وبهذه المعرفة الأخيرة يبلغ الإنسان ذروة السعادات لأنه يلتقي بالكامل المتعال الأجمل من كل جميل تلك هي رحلة العابد على طريق العبادة وكمها ورد ومسرات وإذا كانت في الحياة مشقة فلأن قاطف الورود لا بد أن تدمي يديه الأشواك والطامع في ذراء لا نهاية لا بد أن يكدح إليها ولكن وصول العابد إلى معرفة ربه وانتشاف الرطاء عن عينيه ما أروعه يقول الصوفي لابس الخرقة نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف تلك هي لذة العبادة الحق وهي من نصيب العابد ولكن الله في غينا عنها وعن العالمين ونحن لا نعبده بأمر تكليف ولكننا نعبده لأننا عرفنا جماله وجلاله ونحن لا نجد في عبادته ذنبا بل تحررا وكرمه تحررا من كل عبوديات الدنيا تحررا من الشهوات والغرائز والأطمع والمهن ونحن نخاف الله فلا نعود نخاف أحدا بعده ولا نعود نعبأ بأحد خوف الله شجاعة وعبادته صرية والذل له كرامة ومعرفته يقين وتلك هي العبادة نحن الذين نجني أرباحها ومسراتها أما الله فهو الغني عن كل شيء إننا خلقنا الله ليعطينا لا ليأخذ منا خلقنا ليخلع علينا من كمالاته فهو السميع البصير وقد أعطانا سمعا وبصرا وهو العلم الخبير وقد أعطانا العقل لنتزود من علمه والحواس لنتزود من خضرته وهو يقول لعبده المقرب في الحديث القدسي عبدي أطعني أجعلك ربانيا تقول للشيء كن فيكون ألم يفعل هذا لعيسى عليه السلام فكان عيسى يحيي الموتى بإذنه ويخلق من الطين طيرا بإذنه ويشفي الأعمى والأبرص بإذنه العبودية لله إذن هي عقص العبودية في مفهومنا فالعبودية في مفهومنا هي أن يأخذ السيد خير العبد أما العبودية لله فهي على العكس أن يعطي السيد لعبده ما لا حدود له من النعم ويخلع عليه ما لا نهاية من الكمالات فحينما يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمعناها الباطل ما خلقت الجن والإنس إلا لأعطيهم وأمنحهم حبا وخيرا وكرامة وعزة وأخلعوا عليه ثوب التشريف والخلافة فالسيد الرب غني مستغن عن عبادتنا ونحن المحتاجون إلى هذه العبادة والشرف والمواهد والخيرات التي لا حد لها فالله الكريم سمح لنا أن ندخل عليه في أي وقت بلا ميعاد ونبقى في حضرته ما شئنا وندعوه ما وسعنا لمجرد أن نفسها سجادة الصلاة ونقول الله أكبر نصبح في حضرته نطلب منه ما لشى أين هو الملك الذي نستطيع أن ندخل عليه بلا ميعاد ونلبس في حضرته ما نشى وفي ذلك يقول مولانا العبد الصالح الشيخ محمد متولي الشعراوي في شعر جميل حسب نفسي عزا أنني عبد يحتفيبي بلا مواعيد رب هو في قدسه الأعز ولكن أنا ألقى متى وحين أحبه ويقول أروني صنعة تعرض على صانعها خمس مرات في اليوم يقصد الصلوات الخمس وتتعرض للتلف وهذه بعض المعالي الباطنة في الآية التي أثارت شكوكك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولو تأملتها لما أثارت فيك إلا الظهولة والإعجاب موقف الدين من التطور قال صاحبي موقفك اليوم سيكون صعبا فعليك أن تثبت أنه خلق الإنسان على طريقة جلاجلة أمسك الخالق قطعة قيم ثم عجنها في يده ونفق فيها فإذا بها آدم وهو كلام تخالفك فيه بشدة علم التطور التي تقول إن صاحبك آدم جاء نتيجة سلسلة من الأطوار الحيوانية السابقة وأنه ليس مقطوع السلة بأفراد آئلته من الحيوانات وأنه والقروض أولاد عمومة يلتقون معا في سابع جد وأن تشابه الأكيد في تفاصيل البنية التشريحية والجميع يدل على أنهم جميعا أفراد أسرة واحدة قلت وأنا أستعد لمعركة علمية دسمة دعني أصحح معلوماتك أولا فأقول إن الله لن يخلق آدم على طريقة جلاجلة فهنا قطعة قيم نفق فيها فتكون آدم فالقرآن يروي قصة مختلفة تماما عن خلق آدم قصة يتم فيها القلق على مراحل وأطوار وزمن إلهي مديد والقرآن يقول إن الإنسان لم يخرج من الطين مباشرة وإنما خرج من سلالة جاءت من الطين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من الطين وإن الإنسان في البدء لم يكن شيئا يذكر هل أتى على الإنسان حين من البهر لم يكن شيئا مذكورا وأن خلقه جاء على أطوار ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوارا وقال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إدليس وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له الساجدين معنى ذلك أن هناك مراحل بدأت بالخلق ثم التصوير ثم التصوية ثم النفخ وثم بالزمن الإلهي معناها ملايين سنين إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعطون انظر إلى هذه المراحل الزمنية للخلق في سورة السجدة وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأفصار والأفئدة في البدل كان الطين ثم جاءت سلالة من ماء مهين هي البدايات الأولى للإنسان التي لم تكن شيئا ملكورة ثم التسوية والتصوير ثم نفخ الروح التي بها أصبح للإنسان سمع وبصر وفؤاد وأصبح آدم فآدم إذن نهاية سلسلة من الأطوار وليس بدءا مطلقا على طريقة جلاجلا والله أنبتكم من الأرض نباتا هنا عموية إنبات بكل ما في الإنبات من أطوار ومراحل وجما ولكن اللغز الحقيقي هو ماذا كانت تلك المراحل بالضبط وماذا كانت تلك الأطوار هل كل شجرة الحياة من أب واحد هي كلها من الطين بحكم الترتيب الكينيائي وكلها تنتهي بالموت إلى أصلها التراب هذه حقيقة ولكننا نقصد من كلمة أب شيئا أكثر من الأصل الطيني السؤال هو هل تولدت من الطين خلية أولى تعددت وأجدت كل تلك الأنواع والفصائل النباتية والحيوانية بما في ذلك الإنسان أم أنه كانت هناك بدايات متعددة بداية تطورت إلى نباتات وبداية تطورت إلى فرع من فروع الحيوان كالإسفنج مثلا وبداية أخرى خرج منها فرع آخر كالأسماك وبداية خرجت منها الزواحف وبداية خرجت منها الضيور وبداية خرجت منها الزدييات وبداية خرج منها الإنسان وبذلك يكون للإنسان جد منفصل ويكون لكل نوع جد خاص به إن تشابه التشريحي من فروع والأنواع والفصائل لا ينفي خرج كل نوع من بداية خاصة وإنما يدل هذا التشابه التشريحي في الجميع على وحدة الخالق وأن صامعها جميعا واحد لأنه خلقها جميعا من خانة واحدة وبأسلوب واحد وبخطة واحدة هذه هي النتيجة الحتمية ولكن خرجها كلها من أب واحد ليس نتيجة محتمة لتشابهها التشريحي فوسائل المواسلات تتشابه فيما بينها العربة والقطار والترام والديزل كلها تقوم على أسس هندسية وترتيبية متشابهة دونة بذلك على أنها جميعا من اختراع العقل البشري ولكن هذا لا يمنع أن كل صنف منها جاء من أب مستقل ومن فكرة هندسية مستقلة كما أننا لا يصح أن نقول إن عربة اليد تطورت تلقائيا بحكم القوانين الباطنة فيها إلى عربة حنطور ثم إلى عربة فورت ثم إلى كطار ثم إلى ديزل فالواقع غير ذلك وهو أن كل طور من هذه الأطوار جاء بتفرة دهنية في عقل مخترق وقفرة إبداع في عقل المهندس لم يخرج نوع من آخر مع أن الترتيب الزمني قد يؤيد فكرة خروج نوع من نوع ولكن ما حدث كان غير ذلك فكل نوع جاء بطفرة إبداعية من العقل المخترق وبدأ مستقلة وهذه هي أخطاء داروين والمضبات والثغرات التي وقع فيها حينما صاغ نظريتها ودعنا نتذكر معا ما قال داروين في كتابه أصل الأنواع كان أول ما اكتشفه داروين أثناء رحلته بالسفيلة ديجل هي القطة التشريحية الوحيدة التي بنيت عليها كل الفصائل الحيوانية فالحيثل العظمين في واحد في أغلب الحيوانات الفقرية الزراع في القرد هو نفس الجناح في القائر هو نفس الجناح في الخفاش كل عظمة هنا تقابلها عظمة تناظرها هناك مع تحورات قفيفة لتلائم الوظيفة فالعظام في الطيور رقيقة وقفيفة ومجوثة وهي مغطاة بالريش ثم نجد رقبة الزرافة الطويلة بها سبع فقرات ورقبة الإنسان سبع فقرات ورقبة القنفذ التي لا تذكر من فرط تصريها هي الأخرى سبع فقرات وهناك خمس أصابع في يد الإنسان ونجد نفس التخميس في أصابع الكرد والأرنب والبصدع والسحرية وفترة الحمل في الحوت والكرد والإنسان تسعة أشهر وفترة الإرضاء في الجميع سنتان وفقرات الزيل في القرد نجدها في الإنسان متدامجة ملتصفة فيما يسمى بالعطفص ونجد عضلات الزيل قد تحورت في الإنسان إلى قاع متين للحوض ثم نجد القنف بغرفه الأربع في الحصاب والحمار والأرنب والحمامة والإنسان ونفس الخطة في تفرع الشرايين والأوردة ثم نجد نفس الخطة في الجهاز الهضمي البلعوم ثم المعدة ثم الاثنى عشر ثم الأمعاء الدقيقة ثم الأمعاء الغنيبة ثم الشرج والجهاز التناسلي نفس الخصية والمبيض وقنوات الخصية وقنوات المبيض وكذلك الجهاز البولي نفس الكلية والحالب وحوصلة البول والجهاز التنفسي القصبة الهوائية والرئتين ونجد أن الرئة في البرمائيات هي نفس كيس العون في السمكة كان طبيعيا بعد هذا أن يتصور داروين أن الحيوانات كلها أفراد أسرة واحدة تفرقت بهم البيئات فتكيفت كل فصيلة مع بيئتها الحوت في المنطقة الجليدية لبس ناطفا من الشح والدببة لبسة الفراء وإنسان الغابة في الشمس الاستوائية اسود جلده فأصبحت المظلة الواقية ليقيه الشمس والسحان الكبوف ضمرت عبونها لأنها لا تجد لها فائدة في الظلام فأصبحت عمياء بينما سحان البراري نراها مبصرة والحيوانات التي نزلت الماء طورت أقرافها إلى زعامه والتي غزت الجو طورت أقرافها إلى أجنحة وزواحة الأرض طورت أقرافها إلى أرجل ثم ألا يحكي الجلي القصة ففي مرحلة من مراحل النموة نراه يتنفس بالخياشين ثم تدمر الخياشين وتظهر فيه الرئتان وفي مرحلة نجد له ذيل ثم يدمر الذيل ويختفي وفي مرحلة نراه يكتفي بالشعر ثم ينحسر ذلك الشعر عن جسمه ثم ألا تحكي لنا طبقات الصخور بما حسبت لنا من حفريات قصة متسلسلة الحلقة عن ظهور واختفاء هذه الأنواع الواحد بعد الآخر من الحيوانات البسيطة وحيدة الخلية إلى عديدة الخلايا إلى الرخويات إلى القشريات إلى الأسنات إلى البرمائيات إلى الزاحفات إلى الصهور إلى التدييات وأخيرا إلى الإنسان ولقد أصاب دارون وأبدع حينما وضع هذه المقدمة القيمة في التشابه التشريحي بين الحيوانات وأصاب حينما قال بالتطور ولكنه أخطأ حينما حاول أن يفسر عملية الارتقاء وأخطأ حينما حاول أن يتصور مراحل هذا الارتقاء وتفاصيله كان تفسير دارون لعملية الارتقاء أن يتم بالعوامل المادية التلقائية وحدها حيث تثقاثل الحيوانات بالناس والمخلب في صراع الحياة الدموي الرهيب فيموت الضعيف ويكون البقاء دائما للأصلح تلك الحرب الناشدة في الطبيعة هي التي تفرض الصالح والقوي وتشجعه على بقاء نسلك وتفسح أمامه سبل الحياة وإذا كانت هذه النظرية تفسر لنا بقاء الأقوى فإنها لا تفسر لنا بقاء الأجمل فإن الجناح المنقوش لا يمتاز بأي صلاحيات مادية أو معاشية عن الجناح الأبيض وليس أكثر منه في الطيران وإذا قلنا إن الذكر يطبل الجناح المنقوش في التزاوج فسوف نسأل ولماذا؟ مدام هذا النقش لا يمثل أي مزيد من الكفاءة وإذا دخل تقديل الأجمل في الحساب فإن النظرية المادية تنهر من أساسها وتفقى النظرية بعد ذلك آجزة عن تفسير لماذا خرج من عائلة الحمار شيء كالحصان ولماذا خرج من عائلة الوالي شيء رقيق مرهف وجميل كالغزان مع أنه أقل قوة وأقل احتمال كيف نفسر جناح القدود وريشة الطاووس ومديلات الفراش بألوانها البنيعة ونقوشها المذهلة نحن هنا أمان يد مصور ثنان ماهر يتثنن ويبدع ولكن أمام همالية غليظة كفراء البقاء وحرب المخلب والناد والخطأ الثاني في نظرية التطور جاء بعد ذلك من أفحاب نظرية الطفرة والطفرات هي الصفات الجبيدة المفاجئة التي تظهر في النسل نتيجة تغيرات غير محسوبة في عملية تزاوج الخلية الأنفوية والخلية الذكرية ولقاء الكروموسومات لتحديد الصفات الوراثية وأحيانا تكون هذه الصفات الجديدة صفات ضارة كالمسوخ والتشوهات وأحيانا تكون صفرات مفيدة للبيئة الجديدة للحيوان كأن تظهر للحيوان الذي ينزل الماء أرجل مبطقة فتكون صفة جديدة مفيدة لأن الأرجل المبطقة أنسب من السباحة فتشجع الطبيعة هذه الصفة وتنقلها إلى الأجيان الجديدة وتقضي على الصفة القديمة لعدم صلاحيتها وبذلك يحدث الارتقاء وتتطور الأرجل الآبية إلى أرجل إشائية وخطأ هذه النظرية أنها أقامت التطور على أساس الطفرات والأخطاء الأشوائية وأسقطت عملية التدبير والإبداع تماما ولا يمكن أن تصلح هذه الطفرات العشوائية أساسا لما نرى حولنا من دقة وإبداع وإحكام في كل شيء إن البعودة تضع بيضها في المستنقى وكل بيضة تأتي إلى الوجود مزودة بكيسين للطفو من أين تعلمت البعودة قوانين أرخاميديس لتزود بيضها بهذه الأكياس الطافية وأشجار الصحراء تنجج بذورا مجلحة تطير مع الريح أميالا وتنتثر في مساحات واسعة إلى حدود من أين تعلمت أشجار الصحراء قوانين الحمل الهوائي لتسمع لنفسها هذه البذور المجنحة التي تطير مئات الأميال بحثا عن أراضي ملائمة للإنباد وهذه النباتات المسترسة التي تصطنع لنفسها الفخاخ والشراك الخدائية العجيبة لتتقيد الحشرات وتحضمها وتأكلها بأي حقل استطاعت أن تصطنع تلك الحيل نحن هنا أمان عقل كملي يفكر ويتكر لمخلوقاته ويبجع لها أسباب الحيل لا يمكن تصور حدوث الاشتقاء بدون هذا العقل المبدع الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى والعقبة الثالثة أمام نظرية دارون هي ما اكتشفناه الآن باسم الخريطة الكروموسومية أو خريطة الجينات ونحن نعلم الآن أن بكل نوع حيواني خريطة كروموسومية خاصة به ويستحيل أن يخرج نوع من نوع بسبب اختلاف هذه الخريطة الكروموسومية نخلص من هذا إلى أن نظرية دارون تعثرك وإذا كانت تشابه التشريح بين الحيوانات حقيقة متفقا عليها وإذا كان التطور أيضا حقيقة إلا أن مراحل هذا التطور وخيفياته ما زالت يغزاء هل كانت هناك بدايات مستقلة أم أن بعض الفروب تلتقي عند أصول واحدة والتطور وارد بالنفذ السريح في القرآن كما أن مراحل الخلق والتصوير والتصوية ونفذ الروح واردة ولكن لم يستقر العلم على نظرية ثابتة لتلك المراحل بعد وإذا عدنا لسورة السجدة التي تحكي عن الله أنه بدأ خلق الإنسان من قيم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيم ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فإن معنى الآية صريح في أن البدايات الأولى للإنسان التي جاء منها آدم فيما بعد وهي تلك المراحل التي جاء نسلها من ماء مهيم لم يكن لها السمع ولا أبصار ولا أفئدة وإنما جاءت هذه الأبصار والأسماع والأفئدة بعد نسخ الروح وهي آخر مراحل خلق آدم هي إذن بدايات أشبه بالحياة الحيوانية المتخلفة هل أتى على الإنسان حين من البحر لم يكن شيئا مذكورا ولا أظن أن هذا يختلف عن العلوم التي تتحدث عنها والحقيقة بعد هذا ما زالت لغزة ولا يستطيع أحد أن يبدعي أنه كشف الحقيقة وقد يكون ما حدث شيئا غير كل ما قلناه وغير كل ما تصور العلماء والسؤال ما زال مسلوحا للبحث وكل ما جاء به العلم فرص كلمة لا إله إلا الله قال صاحبي ألست معي في أنكم تبالغون كثيرا في استخدام سلمة لا إله إلا الله وكأنها مستاح لكل ذات تشيعون بها الميد وتستقبلون الوليد وتتبعونها على الأخدام وتنقشونها على القلائد وتفكون بها العملات وتعلقونها على الجدران من ينفق بها منكم تقولون إن جسمه اعتقى من النار فإذا نفق بها مئة ألف مرة دخل الجنة وكأنها طلس منصحي أو تعويذة لطرد الجن أو كمكم لحفص المردة ثم هذه الحروف التي لا تعرفون لها معنى ألف لامي كافة يا عين صد طاسلني حامي ألف لام رأى هل أنجو من العذاب إذا قلت لا إله إلا الله إذن فإني أقولها وأشهدك وأشهد الحضور على ذلك لا إله إلا الله هل انتهى الأمر قلت له بل لن تكن شيئا إن لا إله إلا الله لمن يعمل بها وليست لمن يشقشق بها رساله لا إله إلا الله منهج عمل وخطة حياة وليست مجرد حروف دعنا نفكر قليلا في معناها إننا حينما نقول لا إله إلا الله نعني أنه لا معبود إلا الله وبين لا وإلا بين النفي والإثبات في العبارة بين هاتين الدفتين تقع العقيدة كلها لا النافية تنسي الألوهية عن كل شيء عن كل ما نعبد من مجتهوات الدنيا عن المال والجاه والسلطان والنجذات وترف العيش والنساء الباهرات والعز الفارح لكل هذا نقول لا لا نعبدك لس إلها ثم نقول لا لنفوسنا التي تشتهي تلك الأشياء لأن الإنسان يعبد نفسه في العادة ويعبد رأيه ويعبد هواه واختياره ونزاجه ويعبد ذكاءه ومواهبه وشهرته ويتصور أن في يده مقاليد الأمور وأقدار الناس والمجتمع ويجعل من نفسه إلها دون أن يدري في هذه النفس نقول لا لا نعبدك لس في إلها نقول لا للمدير والرئيس والحاكم لا لست إلها ومعنى كلمة إلى أي فاعل والفاعل بحق عندنا هو الله أما كل هذه الأشياء فوسائق وأسباب المدير والوزير والرئيس والمال والجاه والسلطان والنفس بذكائها ومواهبها لكل هذا نقول لا لست إلها إلا واحدا نستثنيه ونثبت له تلك الفائلية والقدرة هو الله وبين لا وإنها بين هذا النفس وهذا الإثبات تقع العقيدة كلها فمن كان مشغولا بجمع المال وتكديس الثروات وتمنلق السلطان والتزلس للرؤساء وتحرل الذات واتباع هو نفسه وتعشق رأيه والتعصد لوجهة نبرة فهو لم يقل لا لكل هذه المعبودات وهو ساجد في نحرابها دون أن يدري وحينما يقول لا إله إلا الله فهو يقولها كاذبا يقول بلسانه ما لا يفعل بيديه ورجليه ومعنى لا إله إلا الله أنه لا حسيب ولا رقيب إلا الله هو وحده الجدير بالخشف والخوف والمراقبة فمن كان يخاف المرض ومن كان يخاف المكروب ومن كان يخاف عصى الشرطي وجند الحاكم فإنه لم يقل لا لكل تلك الآلهة الوهنية وإنما هو ما زال ساجدا لها وقد أشرك مع خالقه كل تلك الآلهة المزيفة فهو كاذب في كلمة لا إله إلا الله ومعنى ذلك أن لا إله إلا الله عهد وجسطور ومنهج حياة والمقصد بها العمل بها فمن عمل بها كانت له طيس من دلسان يفكح له كل الأبواب العصية وكانت نجاة في الدنيا والآخرة ومدخلا إلى الجنة أما نقط اللسان بدون تصديق القلب وعمل الجوارح فإنه لا يغني ولا إله إلا الله تعمي أكثر من هذا موقفا فلسفيا يقول الدكتور زكي نجيد محمود إن شهادة لا إله إلا الله تتضمن الإقرار بثلاث حقائق أن الشاهد موجود والمشهود موجود والحضور الذين تلقى أمامهم الشهادة موجودون أيضا أي أنها إقرار صريح بأن الذات والله والآخرين لهم جميعا وجود حقيقي وبهذا يرفض الإسلام لفلسفة المثالية كما يرفض الفلسفة المادية في ذات الوقت يرفض اليمين واليسار معا ويختار موقفا وسطا يرفض المثالية الفلسفية لأن المثالية الفلسفية لا تعترف بوجود الآخرين ولا بوجود العالم الموضوعي كحقيقة خارجة مستقلة عن العقل وإنما كل شيء في نظر الفلسفة المثالية يجري كأنه حلم في دماغ أو أفكار في عقل أنت والراجي والشارع والمجتمع الصحيح فهو الحرب كلها حوادث ومرائي وأحلام تجري في عقلي لا وجود حقيقي للعالم الخارجي وهذا الموقف المثالي المتقرد يرفضه الإسلام وترفضه الشهادة لأنها كما قلنا إقرار صريح بأن الشاهد والمشهود والحضور الذين تلقى أمامهم الشهادة أي الذات والله والآخرين حقائق مقررة كما يرفض الإسلام أيضا الفلسفة المادية لأن الفلسفة المادية تعترف بالعالم الموضوعي ولكنها تنكر ما وراءه تنكر الغيب والله والإسلام لهذا يقدم فلسفة واقعية وفكرة واقعية فيعترف بالعالم الموضوعي ثم يضيف إلى هذا العالم كل السراء الذي يتضمنه الوجود الإلهي الغيب ويقدم تركيبا جبليا جامعا بين فكر ومين وفكر يسار في فلسفة جامعة ما زالت تتحدى كل اجتهاب المفكرين فتسبق ما سطروا من نظريات ظنية لا تقوم على يقين شهادة لا إله إلا الله تعني إذا منهج حياة وموقفا فلسفية ولهذا فأنت تكذب وأنت الرجل المادي أنني اخترت موقفا فلسفيا مادية وأنت تنطق بالشهادة كذبتين الكذبة الأولى أنك تشهد بمعيونا في فلسفتك والكذبة الثانية أنك لا تعمل بهذه الشهادة في حياتك قدر خردله أما حكاية الإسلامين وكاث ها يا عين صاد وحامي والإسلام را فدعني أسألك وما حكاية سين والصاد ولغريتم ومعادلة الطاقة طا تساوي كاث في سين تربيع وهي ألغاز وطلاس بالنسبة لمن لا يعرف شيئا في الحساب والجبر والرياضيات وعند العالمين لها معاني خطيرة كذلك هذه الحروف حينما يكشف لنا عن معناها قال صاحبي في سخيه وهل كشف لك عن معناها قلت وأنا ألقي بالقنفلة هذا موضوع مثير يحتاج إلى كلام آخر طويل سوف يجهشه كا ها يا عين صاد قلت لصديق الملحد لا شك أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور قد صدمت حينما طالأتها لأول مرة هذه الحام مين والطاسي مين الاسلام مين كاف ها يا عين صاد قاف صاد طوى ماذا قلت لنفسك وأنت تقرأها اكتفى بأن مط شفتيه في لامتالا وقال في غمغمة مكتورة يعني يعني ماذا يعني أي كلام يضحك به النبي عليكم حسنا دعنا نختبر هذا الكلام الذي تبدأي أنه كلام فارغ والذي تصورت أن النبي يضحك به علينا ودعنا نأخذ صورة صغيرة بسيطة من هذه الزور صورة قاف مثلا ونجري تجربة فنعب ما فيها من قاسات وسنجد أن فيها سبع وخمسين قافة ثم نأخذ الصورة التالية وهي صورة الشورى وهي ضعفها في الطول وفي فواتحها حرف قاف أيضا وسنجد أن فيها هي الأخرى سبع وخمسين قافة هل هي صدفة لنجمة سبع وخمسين وسبع وخمسين نصبح الناتج أربع عشر ومئة عدد صور القرآن هل تذكر كيف تبدأ صورة قاف وكيف تختثن في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد وفي خسامها فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وكأنها هي إشارات بأن قاف ترمز للقرآن ومجموع القافات أربع عشر ومئة وهي مجموع صور القرآن على صاحبي في لا مبالاة هذه الأمور من قبيل الصدف قلت في هدوء سننضي في التجربة ونضع صور القرآن في العقل الإلكتروني ونسأله أن يقدم لنا إحصائيات بمعذلات توارد حرف القاف في جميع السور قال وقد توترت أعصابه وتيقبت نعم وهل فعلوها قلت في هدوء نعم فعلوها قال وماذا كان في المتيجة قلت له قال لنا العقل الإلكتروني إن أعلى المتوسطات والمعدلات موجودة في سورة قاف وإن هذه السورة قد تفوقت حساديا على كل النصحة في هذا الحرف هل هي صفة أخرى؟ قال فريد قلت له وصورة الرحل تبدأ بالحرف ألف لام مين مرة قدم لنا العقل الإلكتروني إحصائية بتوارد هذه الفروف في داخل السور كالأهدي أرف ترف خمسا وعشرين وستمائة مرة لام ترف تفعا وسبعين وأربعمائة مرة مين ترف ستين ومائتي مرة را ترف سبعا وثلاثين ومائة مرة هكذا وفي ترتيب تنازلي ألف ثم لام ثم مين ثم را لنفس الترتيب الذي كتبت به ألف لام مين را تنازليا ثم قام العقل الإلكتروني بإحصاء معدلات توارد هذه الحروف في المصحف كله وألقى إلينا بالقنبلة الثانية إن أعلى المعدلات والمتوثقات لهذه الحروف هي في سورة الرعد وإن هذه السورة تفوقت حسابيا في هذه الحروف على جميع النصحف نفس الحكاية في ألف لام مين البقرة ألف وردت إثنتين وتسعين وخمسمائة وأربعة آلاف مرة لام وردت أربعا ومائتين وثلاثة آلاف مرة مين وردت خمسا وتسعين ومائة وألفين مرة بنفس الترتيب التنازلي ألف لام مين ثم يقول لنا العقل الإلكتروني إن هذه الحروف الثلاثة لها تفوق حسابي على باق الحروف في داخل سورة البقرة نفس الحكاية في ألف لام مين سورة آل عمران ألف وردت ثمان وسبعين وخمسمائة وألف مرة لام وردت خمسا وتمانين وتمانمائة وألف مرة مين وردت إحدى وخمسين ومئتين وألف مرة بنفس الترتيب التنازلي ألف لام مين وهي تتوارد في الصورة بمعدلات أعلى من باق الحروف نفس الحكاية ألف لام مين سورة العنكبوت ألف وردت أربعا أربعا وتمانين وسبعمائة مرة لام وردت أربعا وخمسين وخمسمائة مرة مين وردت أربعا وأربعين وثلاثمائة مرة بنفس الترتيب التنازلي ألف لا مين وهي تتوارد في الصورة بمعدلات أعلى من باق الحروف نفس الحكاية في ألف لام مين سورة الرون ألف وردت سبعا وأربعين وخمسمائة مرة لام وردت ستا وتسعين وثلاثمائة مرة مين وردت ثماني عشرة وثلاثمائة مرة بنفس الترتيب التنازلي ألف لام مين ثم هي تتوارد في الصورة بمعدلات أعلى من باق الحروف وفي جميع السور التي ابتدأت بالحروف ألف لام مين نجد أن السورة المكية تتفوق حسابيا في معدلاتها على باق السور المكية والمدنية تتفوق حسابيا في معدلاتها من هذه الحروف على باق السور المدنية وبالمثل وبالمثل في ألف لام مين صاد سورة الأعراف يقول لنا العقل الإلكتروني إن معدلات هذه الحروف هي أعلى ما تكون في سورة الأعراف وإنها تتفوق حسابيا على كل الصور المكية في المصحف وفي سورة طاها نجد أن الحرف طا والحرفها يتواردان فيها بمعدلات تتفوق على كل الصور المكية وكذلك في كاف ها يا عين صعد مريم ترتفع معدلات هذه الحروف على كل الصور المكية في المنخف كما نجد أن جميع الصور التي استتحت بالحروف حامين إذا ضمت إلى بعضها فإن معدلات توارج الحرف ح والحرف مين تتفوق على كل الصور المكية في المصحف وذلك الصورتان التي كانت تتحك بحرف صاد وهما صورة صاد والأعراف الاسلام مين صاد ويلاحظ أنهما نزلت متتابعتين في الوحي إذا ضمت معن تفوقت حسابياً في هذه الحروف على باقي المصحف وكذلك السور التي افتتحت بالحروف أميس إبنان را وهي إبراهيم ويونس وهود والنصف والحجر وأربع منها جاءت متتابعة في تواريخ الوحي إذا ضمت لبعضها أعطانا العقل الأيكتروني أعلى معدلات في نسبة توارد حروفها الاسلام را على كل الصور المكية في المصحف أما في صورة ياسين فإننا نلاحظ أن الدمالة موجودة ولكنها نعكس لأن ترتيب الحروف إن عكس فميقف الأول ياسين بعكس الترتيب الأجدي ولهذا نعى أن توارد الحرسي والحرسي في الصورة هو أقل من توارده في جميع المصحف مدنيا ومكيا فالدمالة الإحصائية هنا موجودة ولكنها لا كفت كان صاحبي قد سكت تماما قمت وأنا أطمئن أنا لا أقول هذا الكلام من عند نفسي وإنما هي دراسة قام بها عالم مصري في أمريكا هو الدكتور رشاد خليفة وهذا الكتاب الذي بين يديك يقدم لك هذه الدراسة مفصلة مركان أوف دا قرآن Islamic Productions International Illustration وقدمت إليه كتابا إنجليزيا مطبوحا في أمريكا للمؤنس وأخذ صاحبي يقلب الكتاب في قمت قلت لم تعد المسألة صدفة وإنما نحن أمام قوانين محكمة وحروف محسوبة كل حرف وضع بنيزان ورحت أكل عليه من سورة الشورى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وأي ميزان نحن هنا أمام ميزان يدك حتى يزل الشعرة والحرف أظن أن فكرة النبي الذي يؤلف القرآن ويقول لنفسه سلفا سوف أؤلف سورة الرعب من حروف ألف لان مين را وأرد بها أعلى معدلات من هذه الحروف على باق الكتاب وهو لم يؤلف بعد الكتاب مثل هذا الظلم لم يعد جائزا وأين هذا الذي يحصي له هذه المعدلات وهي مهمة لا يستطيع أن يقوم بها إلا عقل إلكتروني ولو تكفل هو بها فإنه سيقضي بضع سنين ليحصي الحروف في سورة واحدة يجمع ويطرح بعلوم عصره وهو لا يعرف حتى علوم عصره وهل سيؤلف أو يشتغل عدادا للحروف نحن هنا أمام استحالة فإذا عرفنا أن القرآن نازل مفرقا ومقطعا على 23 سنة فإن سوف نعرف أن وضع معدلات إحصائية مسبقة بحروفه هي استحالة أخرى وأمر لا يمكن أن يعرفه إلا العليم الذي يعلم كل شيء قبل حدوثه والذي يحصي بأسرع وأدق من كل العقول الإلكترونية الله الذي أحط بكل شيء علما وما هذه الفروف المقطعة في فواتح الصور إلا رموذ علمه بثها في فضاعي في كتابه لنكتشفها نحن على مدى الزمان سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولا أقول إن هذه كل أسرار الحروف بل هي مجرد بداية لا أحد يدري إلى أي آفاق سوف توصلنا وهذه الحروف لهذه الدلالة الجديدة تنفي نفيا باتا شبهة التأليف ثم هي تضعنا أمام موارزين دقيقة ودلالات عميقة لكل حرق فلا يجرؤ أحدنا أن يقول إنه أمام أي كلام ألا ترى يا صاحبي أنك أمام كلام لا يمكن أن يكون أي كلام ولم يوجد صاحبي وإنما ظل يقلب الكتاب الإنجليزي ويتصفحه ثم يعود فيقلبه دون أن ينطق بحرف المؤجزع قال صاحبي لا أفهم كيف يجوز للرب الرحيم الذي تصفونه بأنه رؤوف ودود كريم أفو غفور كيف يمكن لهذا الرب أن يأمر نبيه الخليل المقرب إبراهيم بأن يذبح ولده ألا ترى معي أن هذه مسألة صعبة التصديق قلت له القصة تدل من سياقها وأحجاتها على أن مراد الله من إبراهيم لم يكن ذبحة بدليل أن الذبح لم يحجر وإنما كان المراد أن يذبح إبراهيم شرفه الزائد بإبنه ومحبته الزائدة لذنه وتعلقه الزائد بإبنه إذ لا يجوز أن يكون في قلب النبي تعلق بغير الله لا دنيا ولا ولد ولا جاه ولا سلطان هم هذه الأمور لا يسح أن يتعلق بها قلب النبي وكما هو معلوم كان إسماعيل قد جاء لأبيه إبراهيم على كبر وعلى شيخ قعب فشغف به الشيخ وتعلق به فجاء امتحان الله لنبيه ضروريا وما حدث في القصة يدل على سلامة هذا التفسير فمعن صدع النبي لأمر ربه وأشرع ستينه ليكبح ولده حتى جاء عمر السماء بالفدى قال لي وما رأيك في مجلسات إبراهيم العجيبة ودخوله النار دون أن يحترق وما فعله موسى من بعده حينما أخرج من عصاق فعبانا ثم حينما شق بهذه العصاء البحر ثم حينما أخرج يده من تحت إبطه فإذا هي بيضاء ألا تبدو هذه الأمور وكأنها عرض بهلواني في سرق وكيف يدل الله على قدرته وعظمته بهذه البهلوانيات التي هي في حد ذاتها صلوف من اللامعقول وأمثلة من خرق النظام ألا يبدو أن البرهان الأقوى على عظمة الله هو النظام والعقل والانتباع والقوانين في سرايانها الجميل في الكون دون أن تخرق قلت له لقد تهمت المعجزة خطأا وتصورتها خطأا المعجزة في تصورك عمل بهلواني وخرق للقانون ولا معقول ولكن الحقيقة غير ذلك ودعني أقرب الموضوع إلى ذهنك بمثل لو أنه قدر لك أن تعود ثلاثة آلاف سنة إلى الوراء ثم تدخل على فرعون مصر في ذلك الزمن البائد ومعك ترانزستر في حجم علبة ثقاب يتكلم ويغني من تلقاء نفسه ترى ماذا سيكون حال فرعون وحاشيته سيهتفون في ذهول بلا شك معجزة صح لا معقول خرق لجميع القوانين ولكننا نعلم الآن أنه لا إعجاز في الموضوع ولا سحرة ولا خرق لأي قانون بل إن ما يحدث في داخل الترانزستر هو أمر يجري حسب قوانين في علم الإلكترونيات وأنه معقول تماما وسيكون الأمر أعجب لو أنك دخلت على مبك باب وفي يدك تلفزيون ينقل الصور من بلاد الروم وسوف يصفق ملك آشور عجبا لو أنك أدرت له استوانة بلاستيك فتكلمت بل إن التاريخ لا يحفظ لنا قصة مماثلة فيما نزل المستعمرون إسريقيا وحفت أول قائرة لهم في الغابة وسط البدائهين ماذا حدث سجل الزنوج العراف على وجوههم ودفق الطهول ودبح القرابين وظنوا أن الله نزل من سماواته وتصوروا فيما حدث خرقا بجميع القوانين مع أننا نعلم الآن أن الطائرة تتطير بقانون وتنزل بقانون وأنها مصممة حسب القوانين الهندسية المعكمة وأن طيارانها أمر محقول تماما وأنها لا تخرق قانون الجاذبية وإنما تتجاوز هذا القانون بقانون آخر هو قانون السعر ورد الفعر نحن إذن أمام تفاضل قوانين وليس أمام خرق قوانين والمعنو يصعب في ساق النخلة ضد الجاذبية ليس بخرق هذه الجاذبية وإنما بمجموعة قوانين فيسيولوجية تتفاضل معها هي قانون تناسف العمود المائي وقانون الخاصة الشعرية وقانون الضغ الأزنوذي وهي جميعها قوانين تؤدي إلى شد الماء إلى أعلى نحن دائما لا نخرج عن العقل ولا عن المعقول وما حدث لم يكن بهلوانيات وإنما كانت دهشة الزنوج البدائيين مردها جهلهم بهذه القوانين وكذلك دهشتك أمام شق نيسى للبحر وإخراجه للثعبان من العفا وأحياء عيسى للموت ودخول إبراهيم النار دون أن يحترق تصورت أنها لا معقول وخرق للقوانين وبهلوانيات بينما هي تجري جميعها على وساق قوانين إلهية تتفاضل مع القوانين التي نعرفها وهي إذن صنوف من النظام ومن المعقول ولكن أعلى من مداركنا والله لا يهدم النظام بهذه المعجزات وإنما يشهدنا على نظام أعلى وقوانين أعلى وعقم أكبر من استيادنا وقد وقع البهائيون في نفس غلبتك حينما رفضوا المعجزات وتصوروا أن قبولها فيه امتهان للعقل واستراء بالعقل فتحايلوا على القرآن وحرفوا معاني عن ظاهرها فموسى لم يشق البحر بعصاه وإنما كانت عصاه هي الشريعة التي فرقت الحق من الباطل وبالمث كانت يده البيضاء هي رمز جيد الخير وبالمث إحياء عيسى النفوس ولم يحي الأجساد وفتح العقول ولم يستخل عمون العمياء وبهذا أخرج القرآن عن معانيه الحرقية إلى تأويلات وتسيرات مجازية ورمزية كلما اصطدموا بشيء لم يعتلوه وكان هذا لأنهم أخطأوا فهم المعجزة وتصوروا أنها لا معقول وخرق للقانون وهدم للنظام وهو نفس ما وقعت فيه والحق أننا نعيش في عصر لم تعد تستغرب فيه المعجزة وقد رأينا العلم يأخذ بيدنا إلى صفح القمر وإذا كان العلم البشري أعطانا كل هذا فرطة فالعلم الإلهي اللدني لا شك يمكن أن يمدنا بسلطان أكثر استمع إلى هذه الآية الجميلة يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أكثر السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وهذا هو السلطان العلم البشري وأعظم منه العلم الإلهي معنى قيم قال صاحبي اسمع إذا كانت عدكم جنة كما تقولون فأنا أول واحد سوف يدخلها فأنا أكثر دينا من كثير من دعاتكم من أصحاب اللحاء والمسابح إياهم قلت له أكثر دينا ماذا تعمل بهذا قال أعلم أني لا أؤذي أحدا ولا أسرق ولا أقتل ولا أرتش ولا أحسد ولا أحقب ولا أضمر سوءا لمخلوق ولا أنوي إلا الخير ولا أهدف إلا إلى النفع العام أصحو وأنام بضمير مستريح وشعار حياتي هو الإصلاح ما استطع أليس هذا هو الدين ألا تقولون عندكم إن الدين المعاملة قلت له هذا شيء له اسم آخر اسمه حسن السيرة والسلوك وهو من مقتضيات الدين ولكن له ليس الدين إنك تخلط بين الدين وبين مقتضياته والدين ليس له إلا معنى واحد هو معرفة الإله أن تعرف إلهك حق المعرفة ويكون بينك وبين هذا الإله سلوك ومعاملة أن تعرف إلهك عظيما جليلا قريبا مجيبا يسمع ويرى فتدعوه راقعا ساجدا خاشعا خشوع العبد للرب هذه المعاملة القاصة بينك وبين الرب هي الدين أما حسن معاملتك لإخوانك فهي من مقتضيات هذا التدين وهي في حقيقة الأمر معاملة للرب أيضا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل فمن أحب الله أحب مخلوقاته وأحسن إليها أما إذا اقتصرت معاملاتك على الناس لا تعترف إلا بهم ولا ترى غيرهم ولا ترى غير الدنيا فأنت كافر تماما وإن أحسن تسيرة والسلوك مع هؤلاء الناس إنما يدل حسن سيرك وسلوكك على القطانة والكياسة والسياسة والطبع اللذيب وليس على الدين فأنت تريد أن تكسب الناس لتنجح في حياتك وحسن سيرك وسلوكك ذريعة إلى كسب الدنيا فحسن وهذه طباع أكثر الكفار أمثالك قال لي صدقني أنا أشعر أحيانا بأن هناك قوة قلت له قوة قال نعم سمك قوة مجهولة وراء الكون أنا أؤمن تماما بأن هناك قوة قلت له وما تصورك لهذه القوة أتتصورها كائنا يسمع ويرى ويعقل ويتعحد مخلوقاته بالرعاية والهداية وينزل لهم الكتب ويبعث لهم الرسل ويستجيب لصرخاتهم وتوصلاتهم قال لي بصراحة أنا لا أصدق هذا الكلام ولا أتصوره وأكثر من هذا أراه سادجا لا يلوق بهذه القوة العظيمة قلت إذن فهي قوة كهرم ناطيسية أم يال تسوق الكون في عبثية لا خلاق لها وهذه هي الصفة التي تليق بقوتك العظيمة قال لي ربما قلت له بئس ما تصورت إلهك خلق لك البصر فتصورته أعمى وخلق لك الرش فتصورته عابثا أخرى والله إنك الكافر بعينك ولو أحسنت السير والسلوك مدى الدعوة وإن أعمالك الصالحة مطيرها الإحباط يوم القيامة وأنت تبدد هباء منثورا قال لي ألا يكون هذا ظلم قلت له بل هو عين العدل فقد تصورت هذه الأعمال من ذاتك ليس وراء أهل هاد الذي هداك والرشيد الذي أرشدك فظلمت إلهك وأنكرت فضله وهذا هو الفرق بين طيبات المؤمن وطيبات الكافر إذا استوى الاثنان في حسن السير والسلوك الظاهر فكلاهما قد يبني مستشفى لعلاج المرضى فيقول الكافر أنا بنيت هذا المستشفى العظيم للناس ويقول المؤمن وفقني ربي إلى بناء هذا المستشفى للناس وما كنت إلا واسقة خير وما أكبر الفرق واحد أسند الفضل لصاحب الفضل ولن يبقى لنفسه فضلا إلا مجرد الوساطة وحتى هذه يشكر عليها الله ويقول أحمدك يا ربي أن جعلتني سببا فارق كبير بين الكبرياء والتواطر وبين العلوم وخط الجناح بين الجبروت والوداعة ولهذا فأنتم في ديانتكم الوتنية لهذه القوة الكهر مغناطيسية العمياء لا تصلون ولا تسجدون قال لي ولماذا نصلي ولمن نصلي إني لا أرى لصلاتكم هذه أي حكمة ولماذا كل تلك الحركات أما كان يتفي الخشوع قلت له حكمة الصلاة أن يتحقم هذا الكبرياء المزيد الذي تعيش فيه لحظة سجودك وملامسة جبهتك التراب وقولك بلسانك وقلبك سبحان ربي الأعلى وقد عرفت مكانك أخيرا وأنك أنت الأدنى وهو الأعلى وأنك تراب على التراب وهو ذات منزهة من فوق سبع سماوات أما لماذا هذه الحركات في الصلاة ولماذا لا نكتفي بالخشوع القلبي فإني أسألك بدوري ولماذا خلق لك الجسد أخلا ولماذا لا تكتفي بالحب الشقوي فتريد أن تآلق وتقبل لماذا لا تكتفي بالكرم الشقوي فتجود باليد والمال فالخلق الله لك الجسد ليضح قلبك فما كان في قلبك بحق فاض على جسدك إذا كان خشوعك صادقا فاض على جسدك فركعت وسجدت وإن كان خشوعك زائفا لم يتعد لسانا قال لي هل تعتقد أنك ستدخل الجنة قلت له كلنا سنرج النار ثم ينجي الله الذين اتقوا ولا أعرف هل اتقيت أم لا يعلم هذا علام القلوب وكل عملي للأسف حبر على ورق وقد يسلم العمل ولا تسلم النية وقد تسلم النية ولا يسلم الإخلاص فيظن الواحد منه أنه يعمل الخير لواتي الله وهو يعمله للشهرة والدنيا والجاعي بين الناس وما أكثر ما يخدع الواحد منا في نفسه ويدخل عليه التلفيذ وحسن الظن والإطمئنان الكاذب من حيث لا يدري نسأل الله السلامة قال لي وهل يستطيع الإنسان أن يكون مخلصا قلت له لا يملك ذلك من تلقاء نفسه وإنما الله هو الذي يخلص القلوب ولهذا يتكلم القرآن في أكثر الآيات عن المخلصين بفتح اللام وليس المخلصين بكسر اللام ولكن الله وعد بأن يهدي إليه من ينيل أي كل من يؤوب إليه ويرجع إليه فعليك بالرجوع إليه